السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله راح نبدأ اليوم بمادة الفيزياء الطبية. الميديكال فيزيكس. يعني طبي. فيزيكس فيزياء طبية. طبعا هذه المادة راح تحتوي او على مواضع فيزيائية سبق واخذناها بالسياس اعدادي ويربطونها بالمجال الطبي. فمادة متكون صعبة ولكن شوية لان مادة يعني نوعية دراسة جديدة بالجامعة فنواجه شوية بها صعوبة. يعني من ناحية الدراسة وليس من ناحية المعلومة. لكن المعلومة كلها عدنا وسهلة ان شاء الله. ورح نحاول ان شاء الله بهذا الفيديو نترجم ونفهم ونعرف شنه ممكن يجي سؤال وشنه ما ممكن يجي وشنه هو للتوضيح. وهذا اللقجر عبارة عن مقدمة. رح يحكي لعن شنه الفيزياء الطبية منين جدت هاي الكلمة. اه شنه اصلها شنه تعاني. شنه المصطلحات اللي رح نستخدمها. شنه القياسات اللي تكون في مجال الطبي والمتعلقة بالفيزياء. فان شاء الله يكون اللقجر خفيف وحلو. ونبدي به بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الصفحة عبارة عن الكونتينت يعني المحتويات. كونتينت يعني المحتويات. ش رح ناخذ بهذا اللقجر? رح ناخذ الترمينولوجي. ترمينولوجي شنه يعني? كلمة ترمينولوجي ترمو يعني مصطلح. لوجي علم. فرح ناخذ دراسة بسيطة عن مصطلح الفيزياء الطبية وماذا يعني. فاول مادة او اول موضوع رح ناخذه بهذا اللقجر الترمينولوجي المصطلحات الطبية بالفيزياء. ثاني شيء المودلينج. المودلينج يعني النماذج. شو يقصد بالنماذج? احنا عدنا اعضاء بجسم الانسان تعمل على مبادئ فيزيائية. فهاي المبادئ الفيزيائية اللي تتماثل بالعمل معها اعضاء جسم الانسان يسمونها نماذج فيزيائية او نماذج علمية. فرح ندرس مثلا يعني اضربكم مثال للتبسيط. انه يشبهون العين بالكاميرا. يشبهون عينه بالكاميرا. فهذا يسمونها نموذج يعني. جاي يضرب لك نموذج انه مبدأ عمل الكاميرا على انه عدسات وتصوير وكاميرا. يعني تصوير صورة. وكذلك العين البشرية ترتقط الضوء بنفس النموذج. فجاي يقول لك نماذج فيزيائية. يعني جاي يقصد مبادئ فيزيائية يتم العمل بها داخل جسم الانسان. هذا الثاني موضوع رح ناخذه بهذا الليجر. بعد هش رح ناخذ رح ناخذ نيكيتف يعني سلبي فيدباك كونترول. يعني ردود الفعل. بالانسينج يعني شون تقول توازن. اختصارها شنو. يعني رح ناخذ ردود الفعل السلبية. يعني جسم شون يعني يستجيب لبعض الحوافز داخله. ولبعض الامراض. ولبعض الحداث اللي تصير داخله. فرح ناخذ ردود الفعل. يعني قصد ردود الفعل لما الجسم يرتفع به. خنقوله سكر. شون يتخذ الجسم من اجراء. يقلل من نسبة الجلوكوز. وهكذا. فهيسمونها ردود الفعل السلبية. يقوم بها الجسم ذاته. بتلقاء نفسه. هذا ايضا موضوع رح ناخذه بهذا اللجر. بعد شنو عندي. القياسات. يعني قياس الضغط. قياس النبوض. غياس التنفس. وهذه كلها قياسات تتمبيط بواسطة اجهزة فيزيائية. بعد شنو انواع القياسات. اكو قياسات مثلاً اللي علاقة بالضغط على قياسات علاقة بعناصر معينة بالجسم. فرح ناخذ انواع هذه القياسات وطرق القياس وراها رح ناخذ الأكوريسي الأكوريسي يعني الدقة دقة القياس يعني هسه انت لما نتقيس الضغط اشغل قياسك دقيق او لا بخطأ فرح ناخذ الدقة رح ناخذ شنو البرزيشن البرزيشن هي عكس الدقة او معاكس هلا يعني انا هسه عندي عندي مثلا ضغط الانسان المعروف خنقول 12 على 7 وانت طلعت الضغط 12 على 6 قراءتك هاي يسمونها دقيقة ليش لان قريبة من شنو قريبة من القراءة الطبيعية يعني قلنا الطبيعية 12 على 7 وانت طلعت 12 على 6 او حتى طلعت 12 ونص 12 ونص على 7 قراءتك هاي او هاي لما نتقيس الضغط تعتبر دقيقة ليش دقيقة لان قريبة من المعايير المعروفة اللي هو ضغط الانسان يكون 12 على 7 فانت قراءاتك يسمونها دقيقة هاي يسمونها الأكيوريسي الأكيوريسي تمام زين البرزيشن شنو البرزيشن لا البرزيشن ما عندك قيمة مرجعية انت قسط مثلا قسط ضغط لاي كائن ثاني انت ما تعرف ضغط الطبيعي لازمش قد طلعت اول قيمة 12 ثاني قيمة 13 ثالث قيمة 13 فشوف قراءات القريبة من بعضها فهذه يسمونها مدى تقارب القراءات من بعضها أما الدقة فمدى قرب القراءات من قراءة معلومة شوف هاي الثنى عشر بوينت 12 على ستة قريبة من الاثنى عشر على سبعة هذا ستاندر يكون معلوم مو انت تقيسه الاثنى عشر على ستاندر انت تقيسه ذني وطلعا قريبة على هذا على 12 بوينت 7 فاذا قراءاتك قريبة من ستاندر يسمونها accuracy دقة اما اذا ما عندك ستاندر ما عندك لو انت جاء تقيس قراءات خذت ثلاث قراءات اربعة واذا قراءاتك قريبة واحدة من الثانية قراءاتك انت قريبة من واحدة من الثانية شو سمونا سمونا البرزيشن تمام فشنو فرق الاكيوريسي عن البرزيشن الاكيوريسي الدقة انه قراءاتك قريبات من قراءة ثابته اللي هي معلومة ستاندر اما البرزيشن ماكو ستاندر لا انت جاء تقيس وقراءاتك انت نفسك قريبات من بعضها يعني هسته 13 قريبة من 13 بوينت واحد وقريبة من 12 هاي انت كونهم قزتهم اما بحالة الاكيوريسي لا ال 12 بوينت سبعة هو انطاكي اياها معلومة وانت قزت ذن وطعا قريبة الها هاي كتوضيح بداية يعني لما نصل المادة راح نشرح اكثر عليها فهذا شنو يعني الاكيوريسي والبرزنتيشن الفوس بوزاتيف والفوس نقاتيف شنو تعني دحقوا هو اول شي فوس يعني خطأ وبوزاتيف يعني ايجابي ونقاتيف سلبي فهاي اخطاء تصير تشخيصية لما انت تروح على دكتور ويخطأ بتشخيصك تروح على دكتور ويخطأ بتشخيصك قد يكون هذا الخطأ ايجابي اذا ما ظرك ويكون سلبي اذا ظرك فهاي طبعا هاي طبعا هاي طبعا مو اتحبا جاء اشرح لكم وهذا الشرح لا اصلا هذا فهرز هذا ما ينقالي بس انا حبيت اوضح لكم اياها كبداية هتعرفون شنو اللي راح ناخذه ولما نوصل اخطاء التشخيصية راح نوضحها بشكل مفصل اكثر هاي فقط عاونا نعرف انكم شنو المواضيع راح ناخذه هاي رؤوس اقلام او عناوين راح ناخذه اثناء هاي الملزمة تمام تمام اذا نعرف راح ناخذ المصطلحات اللي هو جيقصد بها مصطلح الفيزياء الطبية ومنين جي وشيني يعني وشين المصطلحات راح ناخذه ورح ناخذ النماذج الفيزيائية والاخطاء او العفو ناخذ ردود الفعل مع الجسم والقياسات وانواعها والدقة والبرزنشن والاخطاء التشخيصية اخر شي بالمنزمة اللي هو اخطاء تشخيصية ايجابية واخطاء تشخيصية سلبية ان شاء الله تكون وضحة هذا الفهرس طبعا يعني ما مطالبين نقره هذا هاي الفهرس اللي راح ناخذه ننتقل على اول صفحة بالمنزمة او اول سلايد هذا ما دام نصص صفحة فيسمونا سلايد تمام سلايد هذا يعني شنو راح يحكيلي راح يحكيلي عن الترمونولوجي ترمونولوجي ترمونولوجي شنو يعني المصطلحات اللي راح ناخذها بمادة الفيزياء الطبية تمام تمام اول معلومة بالفيزياء الطبية واول معلومة بالمادة كلها سام يعني بعض ستيودنت الطلاب بعض الطلاب هاي سام دبيت شنو يعني دبيت يعني عندهم شكوك فبعض الطلاب عندهم بعض الشكوك about relationship العلاقة between يعني بين physical principle يعني شنو يعني principle مبادئ physical فيزيائية طبعا أول شي أنا راح أترجم السطر وأترجمه كامل ونرجع نقرأ ونشرحه فعمود الواحد لمن يقرأ على الفيديو ما يطلع يترجم أو بعد الفيديو يدور معاني لا أحنا جاء نترجم ونفهم ونقول شنو ليجي كله نسويه نمرة واحدة عامود الواحد ما يظل يدور بعدين على شنو معنى هذي وشنو يقوم يترجم ما يدو خلال فأنا ياكم هسا من جاء أقرأ انتو هم حاولوا تكتبون الكلمة ما تعرفوها اكتبوا معناها فوقها هاي عامود لأن الترجمة شوي تكون صعوبة بالبداية فاحنا نقضع على هذه الصعوبة من خلال أنه نترجم كل سطر وكل كلمة ونفهمه المهم آخر شي كلمة ميديكال يعني طبي نرجع نقرأ السطر يقول لي بعض الطلاب يمتركون شكوك أنا رح أقولكم شنو يعني هذا السطر بدون من نقرأ هسا آن ياكم لمن جانب نستادس ورحنا على الكلية احنا جنو نعرف الفيزياء شنو نعرف الفيزياء عبارة عن إشعاعات ونعرف الفيزياء عبارة عن كهرباء ومجالات مغناطيسية وغيرها ولكن الشي اللي ما جنو نعرفه او اللي ما جنو عدنا فكر به انو علاقة الفيزياء بالطب شنو العلاقة مع الفيزياء بالطب وأكو بين يقول أصلا الفيزياء ما ترتبط بالطب فهذا السطرش قال لي قال لك الطلاب عندهم شكوك من العلاقة الموجودة بين المبادئ الفيزيائية والطبية يعني أنا أكو ما نعرف إذا أكو علاقة تربط الفيزياء والطب أقصد علاقة يعني هل أنو أكو مبادئ فيزيائية بالطب هل أكو أجهزة فيزيائية استخدمها بالطب نعم أكو ولكن أنا أكو كبداية جامعية ما جنو نعرف هذا الشي فهذا أول سطر هالمعلومة بداية ما تجي كشك السؤال ولا إليها أهمية فقط جاي يقول لك أنه أكو طلاب يعني ما يعرفون أنه أكو علاقة بين المبادئ الفيزيائية والطبية ولا أكو ترابط يقول لك لا الفيزياء منفصل عن الطب بينما هي الفيزياء والطب يعني شون نقول واحد وجه واحد لأن بهم ترابط شبير جدا هذا أول سطر يعني نفهمه ونعباره ما نركز عليه لأن هذا توضيح فقط أنه جاي يقول لك أنت كطالب لما انتقلت من مرحلة ثانوية إلى مرحلة جامعية ما تعرف أنه أكو علاقة أو حتى أنه تشك لما الواحد يجي يحكي لك ترى الفيزياء متعلقة بالطب تشك بهذا الكلام عندك شكوك حول المبادئ الفيزيائية المتعلقة بالطب هذا كأول سطر ونعباره ما نركز عليه لأننا قلنا هذا السطر عبارة عن معلومة يعني هذه معلومة جاي يقول لك أنه أكو طلاب ما يعرفون أنه أكو علاقة بين الطب والفيزياء فقط هكو معلومة البداية ننتقل على البعد سمستر سمستر يعني فصل دراسي يعني كورس بهذا الفصل الدراسي جاي يقصد شوني جاي يقصد بهاي المادة اللي رح ناخذها عن طريق الفيزياء الطبية يقول لك اللي يسمها ميديكال فيزيكس كورس كورس يعني شنو فترة دراسية فرح يعني جاي يقصد يعني شنو القزة هاي المادة اللي رح ناخذها اللي يسمها الفيزياء الطبية اش رح تساعدني تساعدني بأنه نفهم العلاقة بين الطب والفيزياء فيقول لي نحاول نحسن او نحسن او نثبت اش نثبت strong relationship relationship علاقة strong قوي العلاقة قوية بين منه وبينه between بينه ذي ذي يقصد الفيزياء الطبية وال يعني الفيزياء الطب هذا السطر ايضا ما الي اهمية ولكن نقرأه ونفهمه فقط ولا يجعلي السؤال فقال لك خلال هاي المادة اللي رح ناخذها اللي هي اسمها فيزياء الطبية رح نحاول نثبت انه وجود علاقة قوية بينهم بين منه قصده بين الفيزياء الطب يقول لك من خلال هاي المادة اللي احنا رح نقراها رح نثبت انه اكو علاقة قوية بين الفيزياء الطب اذا احنا اول معلومتين اخذناها بالفيزياء الطبية انه معلومات بدائية ولا الها علاقة بالمادة مجرد اقول لك انه اكو طلاب يشكون من وجود علاقة بين الفيزياء الطب ويقول لك احنا من خلال هاي المادة رح نثبت وجود علاقة بين الفيزياء الطب رح نثبت وجود علاقة بين الفيزياء الطب فاحنا فقط هاي المعلومات نطلع عليها ولا الها اهمية منا رح نبلش نقرأ المادة الحقيقية المتعلقة بالفيزياء الطبية يجوز كنا نواجه صعوبة بالبداية كمادة وحتى نكرهها ومو بس الفيزياء الطبية حتى باقي المواد فاحنا لازم بالبداية شوية شوية نقرأ يكون النواهس جونا حلو ايضا نجي نترجم وبعد ان نترجم نفهم ونعرف شنو يجي وشنو الما يجي وهذا كلية ان شاء الله نسوي سواء انا وياكم ان شاء الله وان شاء الله تكون المادة واضحة ما بيهشي الميديكال طبي فيزيكس فيزياء ميديكال فيزيكس يعني الفيزياء الطبية تمام ماذا قال لي the kind kind يعني نوع of يعني نوع شنو medical physics نوع المصطلحات term مصطلح term مصطلح medical physics فيزياء الطبية the kind of يقول لك نوع المصطلحات الطبية ينقسم الى انواع اكو مصطلحات طبية تنقسم الى اولا اولا شنو the application application تطبيقات physics تطبيقات فيزيائية to the function الى الوظائف function يعني الوظائف of human human بشري body body jism فيقول لك اول مجال من مجالات الفيزياء الطبية هو التطبيقات الفيزيائية بالوظائف الجسمية تمام when in the health and disease في حالة انه يكون الانسان هذا صحي او في حالة الامراض شو يسمونه هذا المجال الاول من مجال الفيزياء الطبية يسمونه physiology or physics or physiology علم وظائف الاعضاء شينو قصده دحقوا اوني اوكم عدني تنفس نشوف نمشي يقول لك اول مجال من مجالات الفيزياء الطبية رح يحكيلي عن وظائف الانسان كلها هتقول لي وظائف الانسان شينها علاقة بالفيزياء اقولك نترى شون نشوف عينك شون نشوف ترى عينك هي عبارة عن مبدأ فيزيائي اذنك شون تسمع قلبك شون ينبض دم شون يجرب الجسم كل هاي المبادئ فيزيائية يسمونها ضمن مجال فيزيائي اسمه الفسلجة الفيزيولوجي علم الوظائف اذن الفيزياء الطبية اول قسم بها شو اسمه اسمه الفسلجة علم الوظائف الفسلجة ثاني مجال رح ياخذ الممارسات شنو قصد الممارسات يعني قصد الاجهزة الطبية اللي استخدمها بالاجهزة الفيزيائية بالطيب اللي هنا شنو مثلا الليزر الليزر الجهاز الفيزيائي استخدمه بالطب الاشعع والسونار والرانين وال vitam الاشعع والسونار والرانين والصورة الحرارية والايكو وتخطيط القلب وقياس الضغط لأن كل هن اجهزة استخدمهن بالطب وهن كلهن فيزيائية يعني لك تشوفوهم علماء فيزيائيين ومبادئهم فيزيائية فاللي فهمت انه الفيزياء رح تنقسم لي الى مجالين الفيزياء الطبية تنقسم الى مجالين. شنو المجالين اول مجال المتعلق به الوظائف الجسمية. زين شنو يقول للوظائف الجسمية بحالة الصحة والمرض. اي? يعني يحتيرك عن وظائف جسمك بحالة انت صحة تتنفس وتشوف, وايضا جال الفيزياء الطبية تعايج بعض الامراض. يستخدمون الحرارة في العلاج. يستخدمون الاشعة. في علاج بعض الامراض. Junior한테 ولك الفيزياء الطبية متعلقة بوظائف الجسم سواء كان الانسان صحي او مريض. حياة صحي. دي سيس يعني بحالة الامراض. فانت من مريض ايضا يستخدمونك وسائل فيزيائية حتى يعاجونك. فاول مجال من مجالات الفيزياء الطبية هو اشو نقولكم الفيزياء اللي راح تدرس وظائف الجسم كلها. سواء تشخيص او معالجة. انكمل. اش قايل لي? القلب the hurt and it is physical of the various origin. يعني شنو قصد زي? القلب طبعا هنا دكتور ما كاتب. المفروض ضيئة. يكتب هنا كلمة يعني مقصوصة اللي هي الرائتين. هو كاتبها بالعربة ما كانت في انجليز. فانه هنا نكتبها الرائتين. يعني ممكن رائتين بالعربة نكتب بلانق الرائتين. نكمل يعني ما ما راح نسوي شي. فقال لي القلب والرائتين. وايضا الفيزيكس. كلمة فيزيكس بعد يعني راح يقول لك شون نقول لك فيزيكس يعني مبدأ العمل. على الترجم فيزيكس على انها فيزياء. بعد من نكتب فيزيكس نكتب فوقها مبدأ عمل او وظيفة. هنا هاي فيزيكس يعني مبدأ عمل. فيقول لك سواء كان مبدأ عمل القلب او الريئتين او حتى الفيريس اورجان سيستم. شن الفيريس اورجان سيستم? الفيريوس يعني المتنوع او المختلف. اورجان اعضاء سيستم انظمة او اجهزة. سيستم جهاز او نظام. فيقول لك فيزيك راح تدرس مبدأ عمل اجهزة الجسم المختلفة. مختلف. اورجان اعضاء. وسيستم اجهزة او انظمة. فالفيزياء راح تدرس مبدأ عمل اعضاء الجسم المختلفة. مثال شنو اعضاء الجسم برايكم? مثل اي العينين اير الالذنين الانج الريئتين وبعد شنو الدورة الدموية. تمام? اه سركلاتري يعني دورة دموية حتى ما دوخكم أول مجال بمجالات الفيزياء الطبية شنو؟ أول مجال بمجال الفيزياء الطبية هو دراسة الوظائف الجسمية سواء كان الإنسان بحالة صحة أو بحالة مرض شي سمونا هذا المجال اللي يدرس لي الوظائف الجسمية يسمونا الفسلجة الفيزيولوجي علم وظائف الأعضاء هذا يدرس للإنسان سواء كان صحي أو مريض من حيث يدرس الأعضاء مثل القلب والرئتين تمام؟ زينا شيدرس بذن الأعضاء؟ يدرس مبدأ عمل وظائف الأعضاء أو مبدأ عمل أعضاء الجسم المختلفة مبدأ عمل شنو؟ أعضاء الجسم المختلفة مثال شنو أعضاء الجسم؟ مثال العينين، الأذنين، الريئتين والدورة الدموية فرح يحتي لعن العين شون تشتغل والأذن شون تشتغل والرئة عن طريق اختلاف الضغط الجوي هي تتنفس الرئة تدخل الهواء وتخرجها والدورة الدموية شون تجري عن طريق اختلاف الضغط بين منطقتين يجري الها الدين تمام فأول مجال فيزياء الطبية نقدر نختصره إنه راح يحكينا عن وظائف الجسم وعضائه هذا أول مجال فيزياء الطبية المجال الثاني المجال الثاني الابليكيشن التطبيقات الفيزيائية الفيزيكسي عن الفيزيائية وين في مهنة الطب براكتس مهنة فريح حكينا عن التطبيقات الفيزيائية بمهنة الطب يعني قز الأجهزة والأجهزة الطبية والتقنيات العلاجية يعني أنا أقولكم أجهزة طبية ترى كثيرة مثل السماعة الطبية هاي مبدأ فيزيائي جهاز الأشعة مبدأ فيزيائي جهاز السونار جهاز المفرز جهاز الرنين جهاز التخطيل جهاز الأشعة الحرارية جهاز الإلكو كل ذنة ترى أجهزة فيزيائية فالمجال الثاني من الفيزياء رح يحكي لها عن التطبيقات الفيزيائية في مهنة الطب وين؟ في مهنة الطب يعني إن شاء الله مو دوخة هي ولكن المادة جديدة فنحسب على الدوخة ولكن كمادة يعني مو صعبة بالفهم ولكن لأنه جديدة شوي ندوخ بها فقط شوية شوية بالتدريج إن شاء الله تروح هي الدوخة قال لي الأجهزة الطبية بمثال شنو؟ طبعا أقولكم شغلة إنه هذا سطر طافر هاية تكون هنا تمام؟ ومنها رح نبدي من نانة ورد نكمل هذا سطر طافر مفروض تكون هنا فأنتو رح نقل من نانة ونرجع نكمل هيتش تمام؟ حتى ما الدخون يعني ها مو هذا السطر انتهي هنا نكمل منها لنهاي الدوخة دكتورة شوي يعني صار خلل بالطبع أثناء ما يطبع المنزمة نكمل الأجهزة الطبية مثال شنو؟ يعني أمطيك أبسط مثال عليها تتضمن بعض الأشياء آت الفيزيكس اللي تكون بيها مبدأ عمل فيزيائي مثال شنو؟ الستيثوسكوب السماعة الطبية السماعة الطبية هي أحد الأجهزة الفيزيائية اللي يستخدمونها لغرض التصوير للسطوريات والقصص على إنستيجرام وإيضا يستخدمونها لفحص المرضى لها استخدامات عديدة إذن السماعة الطبية هي أحد الأجهزة الفيزيائية زين شون أستخدم هاي السماعة الطبية؟ أقول لك تستخدمها باي تابينغ عن طريق الضغط على الصدق تابينغ يعني الضغط على الصدق يعني خاف دخته لأن هاي صارت تقديم وتأخير هنا قال لي المجال الثاني مجال الفيزياء الطبية هو التطبيقات الفيزيائية في مهنة الطب مثال شنو تطبيقات فيزيائية في مهنة الطب؟ يقول لك تتضمن بعض الأشياء اللي من بدأ عملها فيزيائي مثل السماعة الطبية زين هاي السماعة الطبية شون تشتغل؟ يقول لك باسدة الضغط على الصدر السماعة الطبية ببالوين حطها؟ أكيد يحطها على الصدر المريض ويسمع نبضاته ويتحسس من إذا وجود أكو تنفس ضيق بي أو تنفس عدل وأيضا إذا أكو حساسية بالصدر فكلهم من خلال الضغط على الصدر هي مدوخة ترى يدوخ انه شوية الواحد يتعب من المادة ولكن جدا سهل اللي قرنه انه الفيزياء الطبية تنقسم الى مجالية اوظائف الجسم والاجهزة الطبية اجهزة الطبية مثل السماعة الطبية اللي شون اشتخدمها عن طريق الضغط على الصدر By the tapping of the chest Tapping on the chest يعني ضغط على الصدر يعني اجيب السماعة وخليها على الصدر المريض ومن خليها على رأسي لا على الصدر عندها chest وشنو ممكن يجيب لي السؤال ممكن يجيب لي فراغ يقول لك المدوكة الفيزيكس الفيزياء الطبية ممكن تنقسم الى شنو شنو دحقوا انا ياكم لما بدينه وقلت لكم فيزياء طبية وقلت لكم فيزياء طبية محد تاني بالي شنو رح ناخل حتى انا يعني لكم فيزياء طبية رح تقولون فيزياء متعلقة بالطب بس بس هالفيزياء متعلقة بالطب بأي مجال ما كنا نعرف فهسا لما اقولكم فيزياء طبية شراح تجاوبوني رح تقولوا لي اول شي وظائف الجسم وثاني شي اجهزة طبية فهسا انا ياكم من خلال هذا السلايد عرفنا انه الفيزياء الطبية تنقسم الى الفيزياء الطبية الميديكال فيزيكس ينقسم ينقسم الى وظائف الجسم اللي يسمونا الفيزيولوجي زيان نطيني مثال عن عضو من وظائف الجسم العينين الاذنين الريئتين الدورة الدموية القلب كل هاي امثلة عن وظائف الجسم يقولك ما هو التطبيق الثاني او المعنى الثاني لكلمة فيزياء طبية المعنى الثاني اللي هو التطبيقات الفيزيائية بمهنة الطب يقولك نطيني احد التطبيقات الفيزيائية بمهنة الطب يقول للاستيثوسكوب السماعة الطبية زيان يقولك استيثوسكوب شون تستخدم تقولها بواسطة الضغط على الصدر طبعا الأسئلة تكون على شكل ثلاث أنواع حسب الدكتور اللي ياخذ المادة إما الأسئلة تكون أول نوع فراغات هذا أصعب الإحتمالات طبعا جحش عن كل المواد الثاني نوع تكون True false وهاء واردة وثالث نوع تكون اختيارات هاي الأنواع اللي ممكن تجي بالأسئلة من الانتحانات الفصلية زين ممكن يجيني غير نوع أسئلة إيه ممكن وحال الضعيف اللي هو شنو تعداء أو جواب قصير يعني يسألك وجاوبه بكلمة واحدة فأنا لما أجي أقرأ المطلوب مني أنه أترجم المادة أو أني أقوم ترجمناها نفهم المادة إن شاء الله تكونوا أرحى وفهمناها ونعرف شون نقرأ أنا ما أجي أدرك هذه الصفحة لا أنا هاي الصفحة أجي عليها أطلع عليها أعرف الشغلات الرئيسية مثل وظائف الجسم اللي يسمونها فسلجة وأعرف أنه المهنة الطبية أو الممارسة الطبية مثل السماعة وإذا تجيب لي صحة وخطأ قال لي تستخدم السماعة بسطة تضغط على الصدر ترولي فوس أقول لي صحة وخطأ يعني صحة وخطأ حسب الاختيار يعني حسب الجواب مالي فهي تجي الأسئلة تجي قلنا تجي الأسئلة إما فراغ أو اختيار أو صحة وخطأ هذا بالفصلي أما إذا أكو كوزات فممكن أن يجيب تعداء تقول لك عدد ما هي ماذا يشمل مصطلح في الزياء الطبية تقول لي أولا يشمل وظائف الجسم مثل الفسجة مو مطالبة تكتب لها الورقة كلها أو النقطة كلها لا تقول لي تشمل الوظائف الجسمية مثل الفسلجة مثل أعضاء تطيئ مثل العين والأذن هاي النقطة الثانية الممارسات الطبية مثل السماعة التي تستخدم بالضغط على الصدر هيش يعني يكون الجواب هاي إذا جاب أسعداد أما إذا جاب أختيار فلا ينطيك هاي الجملة وانت تختارها يعني الجواب موجود جدا ما كنت تختار وصح وخطأ كذلك في نفس الحالة ننتقل على السلايد اللي بعده السلايد اللي بعده اش قيل لي أيضا راح يكون تكملة للترمنولوجي للمصطلحات الفيزيائية قال لي on the medical application والتطبيقات الفيزيائية بعدنا بالنقطة الثانية احنا النقطة الثانية اش قلنا قلنا الأجهزة الطبية مثال شنو الأجهزة الطبية قال لي ومثالها التطبيقات الطبية مثال شنو التطبيقات الطبية بله الليزر الليزر الشاحة الليزر هذا نحن نعرف أنه يستخدموا الليزر لإزالة الشعار والتجميل وجلسات النظارة وجلسات إزالة البثور وغيرها وأصلا أكو أقسام خاصة تجريح أو جراحة بالليزر الأصال الأعضاء فالليزر هو أحد الأجهزة الطبية اللي مبدأ عمله فيزيائي وبعد شنو الموجات فوق الصوتية طبعا الموجات فوق الصوتية يستخدمون هل العلاج وبعد شنو الإشعاعات احنا نعرف الله يعافينا ونعافي جميع المرضى أنه أمراض السرطان يعاجونها بالإشعاعات وهي طرق فيزيائية متعلقة بمجال الطب بعد شنو الميكانيكس الميكانيكس يعني شنو قزة أكو طرق أكو نوع من العلاج يسمونه علاج طبيعي اللي هو يتم بيه استخدام تمارين معين وهي التمارين تعتبر فيزيائية بدنية يسمونها الميكانيكس يعني طرق حركية وبعد الحرارة هي مبدأ فيزيائي اللايت الضوء الساوند الصوت الكهرباء يستخدمون الكهرباء في علاج بعض الأمراض مثل ما درسنا بالسالة تعداد الفصل الأول نستخدم المتسعة لعلاج بعض الأمراض اللي هي طرق من طرق العلاج بيستخدام طاقة الكهربائية بعد شنو الأكس راي الأشعة الصينية الـ MRI الرنين المغناطيسي راح تقولوا شنو ذنه أقولكم ذنه تطبيقات فيزيائية في مجال الطب راح يجي يقولك اذكر لي أحد التطبيقات الفيزيائية في مجال الطب تقول لي الليزر أو تقول لي الالتراساوند أو ريديشن أو أنت تختار قد يطلب منك واحد أو اثنين تمام شنو ممكن يجيني السؤال يقولك أحد التطبيقات الفيزيائية بالطب الالتراساوند صح لو خطأ أنت الجواب حسب ما عرفتك يقولك أحد التطبيقات الفيزيائية هو الحرارة صح لو خطأ صح أو يقولك أحد التطبيقات الفيزيائية يطيك ذنه خيارات وأنت تختارها أو شي يقول لك يقولك أحد التطبيقات الفيزيائية بمجال الطب هو التفاعلات الكيميائية يعني ترى ما يعقلها عقل أكيد التفاعلات الكيميائية جابها على الفيزي أقولها خطأ فيجيني السؤال ما صح هو خطأ او اختيار او فراغ نكمل بعد شنو اخر شي المغناطيس اللي يستخدم بالطيب شنو قصد المغناطيس يستخدم بالطيب يعني مو قصد هذا المغناطيس اللي احنا نعرفه اللي يزق على الحديد لا المغناطيس يعني يقصد المجالات المغناطيسية الحقول المغناطيسية وحتى الكيارات المحتثة النهجة من المجال المغناطيسي اللي ايضا تستخدم في مجال الطيب فهاي ذنة اللي أشرناه باللون الأخضر ذنة كلهم تطبيقات فيزيائية في مجال الطب يجي عليهم السؤال بشكل إما يقول لك عدد التطبيقات الفيزيائية أنت تذكر له ثلاثة أو أربعة بزايد أو يجيبهم فراغ أو اختيار أو صح وخطأ نكمل هاي ملاحظة كاتبها الدكتور إش قايل لي؟ قايل لملاحظة الMRI اللي هو شنو الMRI رح يقول لك الMRI هو الرنين ولكن اختصاره شنو بالإنجليزي اختصاره Magnetic Resornis Imaging يعني شنو انت ترجمها Imaging يعني تصوير Imaging يعني تصوير Resornis بالرنين Magnetic مغناطيسي فالMRI يعني التصوير بالرنين المغناطيسي ترجمتها التصوير بالرنين المغناطيسي اللي هو الMRI يجيني سؤال يقول لي الMRI شنو يعني بشكل فراغ أو يطيني اختيار أو حتى صح وخطأ يطيني السطر كله ويقول لك صح لو خطأ فتقول لي الMRI تعني التصوير بالرنين المغناطيسي الMRI هي Magnetic Resorns Imaging التصوير بالرنين المغناطيسي وضحة ان شاء الله ان شاء الله يعني ما تكون المادة دوخي المادة عبارة عن احنا لحد الان اللي اخذنا ان الفيزياء الطبية تنقسم الى مجاليا وظائف واجهزة وظائف مثل وظيفة القلب والعين والأذن هكلها مبادئ فيزيائية فهس لمنان قبل ان اقرأ المادة قبل الفيديو لو اجي قلقا connais شنو فيزياء الطبية راح تقول لي فيزياء الطب وحتى اح لا يعني راح يتجو واحد brassorn lead هل اقumu فيزياء الطب هل اقول لي فيزياء الطب يعني شنو شنو المتحرقه ايه راح يقول لي شنو رح اقول لي فيزياء الطب واسكته هاي بينما هس Paradise عرفنا ان الفيزياء توسعنا بها فيزياء تدخل بالوظائف مع جسم الفيزياء حتى تدخل بالأجهزة الطبية السماعة الطبية هي تطبيق فيزيائي الرنين كل شغلات الليزر هاي كلها تطبيقات فيزيائية فهذا صار عندنا معرفة لمن واحد يجيس أنه ينكمل الإجابة أقول الفيزياء الطبية إلها دقة مجالات بالطب لأنه منها مجال الوظائف في الأجزاء وظائف أعضاء الجسم وحتى إلها مجال في الأجهزة الطبية سواء سماعة أو ليزر أو رنين أو غيرها كلها يتمثل تطبيقات فيزيائية بمجال الطب تمام كملنا من المجالات الفيزيائية بمجال الطب هسه رح ينطيك الدكتور معلومة طبعا هالمعلومة نقراها نفهمها نستوعبها ولكن احنا رح نشوف شون نفهمها وشنو ممكن يسألنا عليها الدكتور شنو هالمعلومة أفتر يعني بعد تايكينغ يعني أخذ ميديكال طبي تأريخ أو في البيشينت يعني ما المريض ما المريض استو من أجل قيف إعطاء هم يعني إعطاؤه فيزيكال يعني فيزيائي يقولك بوقتنا الحاضر سوف أفهمكم على عبارة شنو هالعبارة آني ياكم لما نصيح للناس دكتور هاي غلط ليش غلط يعني غلط مو مستبلة حشاكم ولكن غلط من ناحية علمية كلمة دكتور للحاصل على شهادة الدكتورة هاي أولا فلننساها شنو العبارة اللي يستخدمونها بشكل دقيق يستخدمون كلمة فيزيشن أي واحد يعالج يشخص يساعد في الحفاظ على صحة الإنسان نسميه فيزيشن فيزيشن شنو يعني فيزيشن طبيب طبعا هاي الكلمة الاتينية تمام جاي من كلمة فيزيكاس واللي تعني الشخص المعالج اوكي فيزيشن راح نستخدمها لأي واحد بالمجال الطبيب نقول عليه طبيب يعني أبو التحليلات ترى طبيب أبو شعب سونار طبيب أي واحد بالمجال الصحي يحافظ بصحة الإنسان أو يعيدها فهذا يسمونه فيزيشن طبيب وليس دكتور يعني دكتور هاي بعد من ننساها يعني نستخدمها زين أنا ترجمة السطر شنو اللي أفهمه يقول لك أنت لما تروح على دكتور آنوا ياكم الله يشاء الله يعافي الجميع من المرضى لكن نفرض أنه واحد واحد مو من عندنا واحد غريب تمرض وراح الدكتور الدكتور لما يروح عليه يعني مباشر يقرأ أفكاره وينطيع علاج لو شنو الإجراءات أول شي دكتور لازم ياخذ معلومات من المريض شنو يسمون هاي المعلومات يسمونها التأريخ الطبي شنو التأريخ الطبي يعني أنت لما تجيني أسألك قبل ما راتب هاي الحالة شنو الأعراض شنو صارت شو وقت تدوم أو ما تدوم زين عندك نقص سكر أو عفو عندك نقص بوتاسيوم كاريسيوم عندك خفاض بالسكر أو بالضغط أسأل عن حالة الصحية كلها وكل الظروف اللي مر بيها هذا شي سمونه سمونه تأريخ الطبي فأنت لما تروح لأي طبي ش راح يسوي راح ياخذ منك تأريخك الطبي فيقول لي بعد ما الدكتور ياخذ تأريخ الطبي ما المريض راح ينطي شنو راح ينطي العلاج تمام زين بس هميا أنا أقول لك شغلة الدكتور هسا نفرض لا سامح الله واحد عندي ألم بالصدر جاست بين ألم بالصدر أنت لما تروح للدكتور راح يسألك كون أسئلة عن غذائك وحالتك ومشك ووقفتك وتعبك وإرهاقك وتنفسك ونومتك وعن ضغطك وسكرك وعراضك وفعالياتك حيوية كل هن يسألك عليهم زين يكتفي بالسؤال لا ما يكتفي بالسؤال شي سوي يقوم يفحص بنفسه فش راح يسوي يقول لك راح يسوي examination rate يفحص النبض شون يفحص نبضيك يعني برأيك يعني أنت قاعدين دكتور شون راح يفحص نبضيك يجيب مناظر ويدحق على قلبك لو يقول لك بتحلقيك دا يجيب سماعة طبيعة وخليها على صدرك فيقول لك أول إجراء يقوم بالطبيب شو يسوي examination examination يعني فحص rate يعني النبض rate معدن نبض القلب تمام فيفحص النبض مالك زيني شو راح يفحص النبض مالك بلا ترسل له معلومة على الماسنجر لو عدت لي أكيد راح يشي يسوي سماعة طبية وخليها على تشيست على الصدر فيقول لي during that خلال هذا well الدكتور راح يستخدم stethoscope سماعة طبية سماعة طبية وين يضعها يضعها برقبتك أو على عينك أو على صخام وجهك لا يضعها tabs on the chest يضغطها على الصدر يضغط به على الصدر tab يعني يضغط يعني يرك وين على الصدر زين برقبتك هو منحطها على الصدر شي لديه يعني يقيس المشاعر لأحاسيس أكيد يقيس نبض القلب فقل لك يضعها على الصدر to measure the pulse of the pulse of the other أنت أذر عفونا يعني شن قصده يقيس النبض البوس وباقي الشغلات شن باقي الشغلات يعني صدرك مو بس بيقل بيرئتين فيسمع صوت التنفس مجرى التنفس الهوائي هل بيخلل هل عندك شخطة بصدرك يعني عندك حساسية وعندك اتهاب القصوات الهوائية كل هنالدكتور يقيس من خلال السماعة الطبية ترى المعلومات مو صعبة الشغلة الصعبة أنه المادة جديدة فأنا يقول لمن جاء نقرأ جاء تواجههم صعوبة بالترجمة جاء نحاول نقضى عليها صعوبة بالفهم جاء نحاول شوي شوي نضع ونقربها المادة مو صعبة ولكن لئن جديدة بالتعويد كل هذا يروح النسيان طبيعي الواهس ماكوهم طبيعي ولكن شوي شوي إن شاء الله لما نكمل هاي المادة سواء ونحاول نقضى على كل الصعوبة بها نرجع نقرأ السطر ونقول شنو لنفهمها طبعا هاي المعلومات بدائية مش هارت تجي سؤال ولا حتى شرط يكون لها أهمية ولكن الشرط أنه نفهمها فقط ممكن يجعلها صح وخطأ فقال لي أنت ورى ما تروح للطبيب رح يأخذ منك تأريخ طبي اللي هنا المعلومات المتعلقة بصحتك زين ورى ما يأخذ التأريخ الطبي ما البيشن ما المريض الدكتور رح يوصف لك العلاج زين دكتور هذا الفترة بين ما يوصف لك العلاج وياخذ معلومات منك شو سوي رح يفحص بنفسه حتى يتأكد يتأكد هل أنت كذاب أم صادق مو تحلف لو يصدق هو لا عنده فحوصات يجريها شنو هاي الفحوصات يقول لك كيف يفحص نبض القلب اللي هو rate examination شون يفحص نبض القلب يحط يدع صدرك ويشوف الربراسل وشلون لا يجي بالسماعة الطبية وخليها على الصدر زين السماعة الطبية شو تقيس تقيس الأحاسيس والمشاعر الانفصالات العاضفية لا تقيس الواهيس هم لا تقيس نبض القلب وبعد تقيس بعض الشغلات اللي هنا شنو التنفس سهولته خروجه وباغي الشغلات اللي هنا صوت إذاك صوت بالصدر يقيس أنه التهاب أو غيره تمام شنو ممكن يجيني سؤال يقول لك شنو الميديكال هستوري الميديكال هستوري أنا راح نعرف ها بالعربي وأنت حول الإنجليز قل الميديكال هستوري حتى هو الدكتور سؤال قال لك شنو الميديكال هستوري طبعا هو الحالات المرضية والعوارض الصحية التي تعرض لها الشخص قبل ذهابه إلى الطبيب والعوامل الحيوية التي تتغير ناتج الأسباب المرضية هو الحالات المرضية والعوارض الصحية التي يتعرض إليها الشخص قبل ذهابه إلى الطبيب وكذلك الفعاليات الحيوية شنو أقصد بيها هل المريض قبل الشخص كان قبل بمرض معين وراح منه هل تعرض لعوارض معينة مثل صخونة أو إجهاد أو التهاب هل فعاليات الحيوية متغيرة الضغط نازل صاعد السكر فهذا يسمونه كله تأريخ طبي هذا كتعريف دكتور مطالب بكاتبة فلازم نعرفه هنا نكتبه بالمنزمة أنا نكتب كيما بالعربي أنت وخلوا للإنجليز تمام تمام ومصدري تقيس النبض وبعض الشغلات الأخرى شون يجيب لك تستخدم تيوز فور وفراغ أنت تقول قياس النبض وباقي الشغلات كمّلنا من هاي السلايد ننتقى على اللي بعده السلايد اللي بعده اللي عنوانه الفيزيكال ميديسين الفيزيكال ميديسين دهقو كنا نعرفه ولكن شون نقول ما 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 العلاج الطبيعي أكو فرع كامل بالطب اسمه علاج طبيعي لمن أنت تروح علاج طبيعي أو لمن أنت مثلا لا سأموح الله سنعندك خلع أو سنعندك التهاب عضلي أو خلق نقول تشنج فش تروح إلى الطبيب اللي هو منه العلاج الطبيعي شي سوي لك هاد يسوي لك تمارين فيزيائي قد يسوي لك يعني يقول لك تمرن أو أركض أو هو يبلش وياك بسلسة من التمارين هاي مجموعة العلاجات الطبيعية شي سمونه يسمونه العلاج الطبيعي الطبيب اللي يعاجك شنو اسمه اسمه فيزيكال ميديسين الطب الطبيعي أنا أنا بتقولكم طب عرب بستذكر طب العرب برقية شرعية وغيرها فلا مطب عرب طب العرب علاج طبيعي يقصد به تمارين يعني ما راح ينطيك علاج ما ينطيك أدوية موش ككبرى لا راح يسوي لك تمرين معين قد يكون في لياقة أو جومناسك أو غيرها كلها يؤدي إلى زيادة لياقتك حتى لو تعرفون أنه أكو بعض الأطفال هلله يعافي أطفالنا محفظهم بعض الأطفال يجون عدهم ما يقدر يمشي ضعف مو لأنه هو مريض لا ولكن حالتها البدنية ضعيفة فيأخذون يسوي لهم مجموعة من التمارين يقوه به عظم ماله ويخليه يمشي مثل الإنسان الطبيعي أو يتأخرون بالنطق أو يتأخرون بالمشي فكل هذا يتم علاجه بشكل علاج طبيعي وليس علاج كيميائي تمام فرح نجي نعرف شنو كلمة physical medicine العلاج الطبيعي طبعا أنا أقول لكم هاي إلها ترجمة medicine physical بدني جايقسد الطب اللي رح يشتغل على التمارين البدنية الطبيعية وليش سموه طبيعي ليش سموه هذا الفرح بالعلاج الطبيعي لأن هذا ما بي تدخلات عمليات جراحية ولا بي موات كيميائية ولا بي أدوية حيوية ولا يترك كبرة ولا ينطيك حبايا جولسان لا هذا علاج كله طبيعي بدون أدوية بدون كل شيء مجرد أنه شغلات ينسويها في الطبيعة تمرين لياقة حركة كيش بيش ويروح المرأة تمام تمام شغال لي هذا تعريف رح أقرأ أول شيء وبعدين نقولكم تعريف شنو أول شيء قلنا نترجمة تريت مينت معالجة الديسيز أمراض انجري إصابات ببعض الوسائل physical medicine علاج طبيعي أو بدني ديل يتعامل داي جونسيز تشخيص واذ يعني معه physical agent عوامل بدنية مثال شنو مثال المساج كنا نعرف المساج exercise تمارين أو حتى مثل إذا تكرون العلاج الصيني ليستخدم أبار أو كويهم يستخدمون الماء الحار أو حتى يستخدمون الماء فقط أو البخار تمام using استخدام الهيطة الحرارة الووتر الماء هذا كله يسمونه يسمونه physical therapy أقولكم سالفة therapy مصطلح لاتيني معناه علاج physical بدني علاج بدني أو طبيعي فهذا اللي حجيناه كل تستطر ترجمنا كله هو تعريف للعلاج الطبيعي شنو هو يقول له هو معالجة الأمراض أو الإنجر للإصابات باستخدام وسائل فيزيائية يتعامل ويا مين يتعامل ويا تشخيص العوامل البدنية أو باستخدام عوامل بدنية شنو عوامل بدنية مثل المساج مساج عامل بدني المساج هو مو إبرا وتشككي إياها لا أقعد أفرق لحد ما أنه تسترخ هذه العضلة أو الجزء المتشنج أو بواسطة بواسطة تمارين يعني شايفين ذو يلعبون نيوغا أو جومناستيك تمارين اللياقة كلها يعتبر علاج طبيعي أو حتى استخدام الحرارة أو الماء أكيد يعني يستخدمون الحرارة لعلاجات طبعا الحرارة رح ناخذ من قدام بالفيزياء لما ناخذ الليكجرات البقية رح نشوف أن الحرارة تلعب دور مهم في العلاج الطبيعي ونستخدمها بكل شغلات سواء كانت الحرارة المرتفعة أو المنخفضة يستخدمونها لعلاج آلام المفاصل والآلام العصبية وآلام الظهر وأيضا يستخدمون بخار الماء أو الماء هذا الحج كله تشينه اسمه علاج طبيعي رح يجي يقول شنو العلاج الطبيعي أقول له معالجة الأمراض والإصابات باستخدام مساء البدنية التي تتعامل مع التشخيص و طبعا رح أقول لكم صاير شغلة واحدة نسوي بها أكو خطأ بالملزمة شنو هي هذا أي هنا تمام يعني رح نقل السطر هذا بالبداية وهذا التكملة وردك مع السطر الثاني طبعا كل الصوت بالملزمة الملزمة مفترة فرق ضرب هوا شرجي وفرها فرق هو الكلام ما حدا ما رح يتغير يعني ولكن ترى مننا يبلش تعريف العلاج الطبيعي من هنا نكمل هذا السطر ورد نكمل هيت رح أكتب لكم هذا مننا هاي أول جزء ونكمل مننا الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث طبعا هاي صوت الملزمة نحن نحن الكلام ترجمت نوعي وفهمنا واحد ولكن بس عمود يكون السياق صحيح شون رح نقرأ شنو العلاج الطبيعي يقول لك هو علاج بدني يتعامل مع تشخيص ومعالجة الأمراض والإصابات بوسائل فيزيائية مثل المساج والتمارين أو استخدام الحرارة والماء شون يجين السؤال يجيك يقول لك هذا السطر وهذا ويطيق فراغ يعني يقول لك الوسائل الفيزيائية التي تتعامل مع تشخيص ومعالجة الأمراض والإصابات شنو هي تقول ها طبيعي أو علاج بدني زيان العلاج الطبيعي شنو يستخدم يجيك بشكل فراغ أو اختيار يستخدم المساج والتمارين والماء والحرارة فاحنا العلاج الطبيعي كالتعريف هو يقول لك هو الطب البدني الذي يتعامل مع تشخيص ومعالجة الأمراض والإصابات بوسائل فيزيائية معينة عوامل باستخدام بعض العوامل البدنية مثال المساج والحرارة والحرارة والماء فالتعريف يبدأ من نانة وهذه التكملة وهذه النهاية تصويت بالملزمة فإن شاء الله ما تدخون بها التعريف يبدأ من نانة وهذه التكملة وهذا آخر جزء شون يجي السؤال يذكر لك هذا السطر وتنطي انت هذا بشكل الفراغ اللي هو الفيزيك الثياربي أو يقول لك الفيزيك الثياربي شون يستخدم للمساج والتمارين والحرارة والبرودة العفو الحارة والماء هذا يجي فراغ أو صح وخطأ أو اختيار وهذا أيضا وباقي الكلام هو ينطي تمام شون نقول بعد تعريف ثاني للفيزيك الثياربي هذا مرتب أكثر اللي هو شون يقول العلاج البدني العلاج الطبيعي طبعا نفسه تعريف الفوق لحد يدوخ يقولون شنو هذي يختلف وما يختلف نفسه الفوق والجوة واحد بالمعنى يختلف التعبير ولكن المعنى واحد اش قال لي قال لي هو معالجة الامراض ويكنس ويكنس ضعف بادي جسدي الضعف الجسدي قلنا مثل شنو قلنا مثل يجي الطفل عالدين يتأخر بالمشي أمر سنة ونصر هو ماماشي لأن عنده ضعف جسدي فيقول لي هو علاج الأمراض أو ضعف الجسدي بواسطة شنو بواسطة physical main بواسطة شنو physical main يعني شنو يعني وسائل بدنية مثل شنو الوسائل البدنية المساج or gymnastic المساج العرفة اللي هو التدليق gymnastic يعني شنو gymnastic يدلنا التمارين الرياضية اللي تتؤدي إلى زيادة اللياق البدنية ريذرذان بدلا من بدلا من شنو بدلا من الأدوية ادرقي عن الأدوية اختصرها عليكم العلاج الطبيعي اللي هو شنو معالجة الأمراض والضعف الجسدي بوسائل بدنية مثل المساج والجومناستيك بدلا من الأدوية وهذه بدلا من الأدوية حال مهمة يجيب لك يقول لك نستخدم المساج الجومناستيك بدل شنو بدل الدرق يقول لك العلاج الطبيعي نستخدم بدل الدرق قل لا لان هو قال لك أنا استخدم مساج بدل الدرق الدرق يعني علاج أدوية تمام يجيب لك يقول لك شنو الوسائل الفيزيائية أو البدنية قل للمساج والجومناستيك هل العلاج الطبيعي يبيع أدوية يقول لك لا 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 يحتوي على أدوية قلنا نستخدم مساج بدل الأدوية ريذر ذان يعني بدلا من تمام كمن من العلاج الطبيعي مشال لكون واضح هس رح ناخذ رح ناخذ شنو الفيط المجالات ما الفيزياء الطبية المجالات الفيزياء الطبية أول مجال في مجالات الفيزياء الطبية هو شنو أول مجال الراديولوجي الفيزي فيزي فيزيكس يعني فيزياء راديو يعني إشعاع لوجيكال يعني الفيزياء الإشعاعية يعني الفيزياء الإشعاعية شون رح تحكيلي أكيد عن الإشعاعات فهذا أول مجال من مجالات الفيزياء الطبية رح يجي واحد يدخل تقول لك أنا بأول صفحة شون أخذيت بالصفحة الأولى أخذنا معاني الفيزياء الطبية يعني أنا لما أقول لك فيزياء الطبية ش رح تيجيك رح يجيك معنى وين المعنى الأول هو الوظائف المعنى الثاني الأجهزة الطبية مثل ليزر هاي بالسلايد الثالث لما نبدأ بالمزل ما قلنا الفيزياء الطبية تنقسم إلى معنى وين معنى أول هو وظائف الجسم معنى الثاني هو الأجهزة الطبية هسا رح ناخذ الفيزياء الطبية المجالات اللي تتوافر به مو المعاني المجالات اللي تكون يعني شون هسا الطب بأسنام بعم بصيدلة بتخدير بأشعر سنام بتقنيات مختبرات بتحليلات بعلوم حياة وبكوم أقسام طبيعة أخرى فهي مجالات تمام اللي راح ناخذ هسه مجالات الفيزياء الطبية أول مجال من مجالات الفيزياء الطبية هو الفيزياء الإشعاعية نعرف شنو كلمة إشعاع أكيد نعرف سبقوا أنه أخذنا بالفصل الخامس والفيزياء العام وأيضا بالفصل السابع أخذنا الإشعاعات مثل الأطياف الكهرومغناطيسية والموجات الراديوية والموجات الشعع القاما وألفا وبيتا وأيضا أخذنا الموجات الكهرومغناطيسية في الفصل الخامس فهذه كلها يسمونها تحت مسمى إشعاع فهي سرح نحكي عن الفيزياء الإشعاعية تمام شنو الفيزياء الإشعاعية قال لي هاي الكلمة المفوضة هنا أنا مقونها منكمل طبيعي طبعا هاي السوج بالملزمة بصراحة هو هذا اللي يدوخ أنا راح حاول أسألكم كل شي موجود إنه هذا الوصف مصحيح الوصف الصحيح إنه هاي الكلمة تكون بالأخير تمام ورح نقرأ طبيعي إنه لحد يدوخ بس الكلمة يمسحوها مننا واكتبوها بالأخير أو تعتبرون تجرون سهم ولكن الأفضل اشطبوها مننا واكتبوها هنا الكلمة اشطبوها من الجهة واكتبوها من الثانية وتقدر إنه يعني تحكيون يا الدكتور على المنزمة بأنه المنزمة بها شوية إنه طفرات وهي الطفرات تأثر على قرائي فلا تخلون هذا الشي يعني شوية يدوخكم احنا نحاول نرتبها ونقرأ وش قايل لي قايل الفيزياء الإشعاعية شنو الفيزياء الإشعاعية أريد أعرف أقول لي هو تتضمن تطبيقات فيزيائية إلى مشاكل إشعاعية أو حتى المعالجة شنو الفرق بين المشاكل والمعالجة دي أقول الإشعاعات الإشعاعات مو بس بيها علاج ترى هي أساس المشاكل فيقول لي المشاكل الإشعاعية أو الإشعاعات تنقسم إلى شنو إلى مشاكل وإلى علاج احنا نستخدم العلاج أو الإشعاعات في مجال العلاج مثل علاج أمراض السلطان الله يعافينا ويعافي جميع أمراض السلطان وإنشان لا يكونوا جميعا بخير عن هذا المرض فأول شي رح نستخدم الإشعاعات من أجل العلاج وأيضا أكون فرع بالإشعاعات واللي هو سبب للمشاكل أو الأمراض فحيشالي شنو الفيزياء الإشعاعية يقول لي هي دراسة المشاكل وعلاجها يعني رح ندرس المشاكل اللي تسببها الإشعاعات وندرس طرق العلاج مالته تمام؟ فإذا جاء قال لي شنو الفيزياء الإشعاعية أقول لي هي التطبيق الفيزيائي يتضمن المشاكل الإشعاعية ومعلاج بها زين علاج شنو؟ أنا شنو اللي أعالجه؟ يقول لك علاج ديسيز الأمراض ما شاء الله استخدام الريديشن الإشعاعات في تشخيص اللي يسمونه يسمونه الطب النووي تمام؟ فيقول لك شن تستخدم الإشعاعات في مجال الأمراض تقول لي يستخدمها في مجال التشخيص أو حتى العلاج اللي هو شنو؟ يسمونه الطب النووي الطب النووي ناكلر ميدسين ناكلر نووي ميدسين الطب شنو الأختصار أو شنو الفائدة من النقطة الأولى؟ أنه يقول لك الفيزياء الإشعاعية رح تضمن دراسة المشاكل الإشعاعية الراديولوجيكال بروبلم وأيضا طرق العلاج علاج الأمراض شنو أعالج الأمراض؟ باستخدام التشخيص استخدم الإشعاعات حتى أشخص يوز يعني استخدام رديشن إشعاعات حتى شنو أشخص داي جونسيز هذا الفرع الأول اللي هو يستخدم لي شنو تقول الإشعاعات من أجل التشخيص والمعالجة شنو أسميه؟ أسميه ناكلر ميدسين إذا جاء وقال لي شنو ناكلر ميدسين رح أقول له منانا أقول له استخدام الإشعاعات من أجل تشخيص الأمراض تمام؟ استخدام الإشعاعات من أجل التشخيص شنو سمونا الطب النووي شو رح يجينا السؤال أحقك ماذا تتضمن الفيزياء إشعاعية؟ قل له تتضمن تطبيقات فيزيائية حول مشاكل إشعاعية والمعالجة والأمراض زين أحقك شنو الطب النووي قل له استخدام إشعاع في مجال تشخيص الأمراض تمام تمام طبعا هي صايرة دوخة بهنونة وأكثر من كلمة طافرة ولكن حاولنا نرجع هالكلمة اللي نعرفها وباقي الكلام نقرأها من نفس ما مكتوب إن شاء الله ما يسبب لكم دوخة إنه المزة ممرتبة أهم شي إحنا نفهم الفكرة نفهم شون المادة نقراها وشون يجي عليها سؤال أما الطفرة ما طفرة إحنا نعدلها ما يخالف يقول لك الفرع الثاني أو المجال الثاني من مجال الفيزياء الطبية المجال الأول شنو اسمه؟ اسمه الفيزياء الإشعاعية المجال الثاني الريديشن بروتكشن الريديشن يعني إشعاع بروتكشن الحماية أو الوقاية تمام فهسه راح شون أتعلم أحمل ناس من الإشعاعات أوقيها منهم يعني أقل ناس من الإشعاعات اللي هو المجال الثاني المجال الفيزياء الطبية اللي هو الريديشن بروتكشن بين قوسيا هيرد فيزيكس الفيزياء الصحية تمام؟ شون يقصد بي؟ نحن نعرف أن هناك إشعاعات متعرض لها بكثير من الأماكن قرب أبراجة اتصالات أثناء السيطرات والدخول إلى مناطق مختلفة أو حتى أثناء قرب المستشفيات قرب المعامل فهذا الفرع الثاني من الفيزياء الطبية راح يعلمك شون تتعامل ويا المشاكل الفيزيائية يعني شون ينطيك طرق وقائية فالفرع الثاني اسمه البروتكشن الوقاية من الإشعاعات بين قوسيا الفيزياء الصحية مو طبية وإنما صحية شنو فرق الصحة عن الطب؟ الطب تتعلق بالحفاظ على صحة أما الصحة فجا يقصد الوقاية من المسببات المرضية فلسه راح يقيك من الإشعاعات راح نطيك يقولك ابتعد عن محطات التولد النووي وابتعد عن السيطرات وغيرها فهذا الثاني مجال من مجالات الفيزياء الطبية شنو هو يقولك ما شاء الله طبعا هذا المجال ش راح يحميلي راح يحميلي الوركر العاملين والبيشنت المرضى والجنرال بوبلك الناس العامة شنو يقصد بيها دحقوا إذا أنت بالمستشفى فأنت يسمونك ووركر عامل يعني أنت راح تشتغل على مثلا جهاز طبي بإشعاع فأنت العامل على هذا الجهاز أو المريض اللي راح تفحصه أو الناس العامة اللي يجموه المريض ذوله كلهم متعرضين أو معرضين لأنه يصابون بإشعاع فيقولك أنت جاي تحمي الناس والمرضى والعاملين من شنو؟ من الإشعاعات نحمي منو؟ نحمي المرضى ونحمي العاملين اللي يستخدمون الأجهزة ونحمي الناس العامة جنرال بوبلك الناس العامة سواء الجوية المريض أو حتى مثل أنا عادي وجاي أمر بيام سيطرة إنسان عادي مرت من يام سيطرة فأنا لازم أعطيك بطرق وقائية أحميك من السونار أو حتى أحدد الأشعاع مع السونار بحيث لا تكون مضرر لأي إنسان يمر من خلالها نكمل Also include include يعني تتضمن Redation protection Redation إشعاعات Protection وقاية أو حماية جين أحمي الناس من الإشعاعات بس اللي بالمستشفى يعني أنا هسا عندي مستشفى وبيشعاع يعني أحمي بس الداخل بالمستشفى واللي يبرط بهم مرض حاش سامع يعني عادي خليه يموت لا فأقول لي أيضا تتضمن حماية الناس اللي يكونون outside of the hospital outside يعني خارج hospital والمستشفى خارج المستشفى تمام زيان وين ممكن تكون إشعاعات خارج المستشفى أكيد يعني إحنا بالعراق من كثرة الخيرات عندنا محطات توليد نووي فالطاقة كهربائية دائمة عندنا ناتجة من محطات التوليد النووي فيقولك لا تقرب عن محطات التوليد النووي لا تنفجر عليك تمام فيقولك احنا نحمل الناس اللي يخارج المستشفى مثال الموجودين حول محطات التوليد النووي أو حتى حول الصناعات المختلفة تعرفوا احنا مثلا مصانع السيارات المنتشرة عندنا بالعراق يستخدمون الليزر والليزر هذا يعتبر إشعاع وهالإشعاعات تضر بينا فلازم لما نتروح تصنع سيارتك الخاصة بيك بما أننا بدنا نتطور فانتبه لها تنصاب بإشعاع النقطة الثانية هاي ثاني المجال من مجالات الفيزياء الطبية اللي عن شنو يحكي لي يحكي لي عن الحماية من الإشعاعات نحن لازم نحمل نفسنا من هالإشعاعات نحمل منه نحمل الوركر العاملين اللي يستخدم الأجهزة والبايشنت المريض لما أنت تجيب المريض لتأخذ الأشعة فلازم تكون الأشعة ما تضرره أنت جاي تنصحها موت قتله فلازم هاي الأشعة ما تضرره فإحنا نحمل عاملين ونحمل بايشنت ونحمل الناس العامة يعني أنا لما ما عندي مريض مو مريض ولكن رايح مساعد ويا المريض فأني لازم أيضا أكو طرق وقائية تحميني من الإشعاعات تمام؟ ومو بس المستشفى أنت مو حماية اللي بالمستشفى وقتلت البراء كلهم أيضا تتضمن حماية الناس اللي خارجي المستشفى وين خارجي المستشفى؟ حول نكلر باور بلانت محطات باور توليد الطاقة النووية فأقول لك حول محطات توليد الطاقة النووية وبعد حول الاندستوري الصناعات المختلفة شنو ممكن يجينا على هذا الفرع؟ أحد فروع الفيزياء الطبية هو الحماية من الإشعاعات أقول لك صح أقول لك يتضمن حماية منه ومنه ومنه هاي يجي فراغ اللي هو الوركار والبيشينت والجنر للبابلك وبعد منه والناس خارج المستشفى هذا أيضا فراغ أو اختيار أو صحو خطأ مثال شنو الناس خارج المستشفى؟ مثال محطات التوليد النووي والصناعات المختلفة هس الفرع الثالث من الفيزيكس اللي هو جاي يحتي لي هذا الفرع يحتي لي عن الميديكال انجينيرينغ أو الميديكال فيزيكس يعني جاي نقول لك الأجهزة الطبية الهندسة الطبية كمان؟ من فروع الطب اللي هو اسمه هندسة الأجهزة الطبية فهذولا أيضا راح لازم يدرسون فيزياء لماذا فيزياء؟ لأن أقلب الأجهزة اللي مستخدمة للطب أغلبها تعتمد على مبادئ فيزيائية فهناش قال لي ثالث فرع من فروع الفيزياء الطبية شي اسمه؟ اسمه الأجهزة الطبية الأجهزة طبية الانجينيرينغ ميديكال أجهزة طبية أو ما يسمونها الهندسة الطبية ميديكال فيزيكس همان للدخول فيزياء الطبية كم فرع؟ فيزياء الطبية اللي هي ميديكال فيزيكس كم فرع؟ قسمناها إلى ثلاث أفرع اللي هو شنو؟ المشاكل الإشعاعية أول شيء المشاكل الإشعاعية الراديولوجيكال ثاني شيء الحماية من الإشعاع بروتكشن أوف الراديولوجيكال ثالث شيء الهندسة الطبية اللي هو ثالث فرع من فروع الفيزياء الطبية فالفيزياء الطبية تقسمت إلى ثلاث مجالات أو ثلاث فروع ودرسنا كل فرع وشنو بيه تمام؟ برأيكم شنو الأجهزة اللي نستخدمها في الطيب؟ مثل تطبيقات الفيزيائية في الموجات فوق الصوتية في الطب أو حتى استخدام الكمبيوتر في الطب استخدام الحاسبة في الطب طبعا يكيد يتخدمون الحاسبة في الطب حتى العيادات الخارجية إذا تروح على دكتور حتى قطك فهو هذا الدكتور حاسبة يدخل بيها معلومات المريض فهذا يعتبر أجهزة طبية تستخدم في مجال الطب فيقولك ماذا تعني تطبيقات فيزيائية في الطب؟ يعني تعني استخدام موجات فوق الصوتية في الطب أو استخدام حواسيب في الطب هذه تعتبر تطبيقات فيزيائية في مجال الطب ملاحظة دكتور ذاكرها مصطلح الطب يعني مصطلح ميديكار يعني الطب في بعض الأحيان يستبدل بكلمة كلينيكال أفهمكم أسالفة أفهمكم أسالفة أنت بعيادة دكتور بعيادة قطاط جاعدك بيشنت أنت قاعد على الكرسي وهذا ميس وهذا البيشنت قاعد هنا تمام هذا العمل يسمونه ميديكال عمل طبي تمام لما يجيك الدكتور يجيك البيشنت للعيادة تنطيع علاجه يروح أكو عمل ثاني لما تكون بالمستشفى والبيشنت تعسى ديه وإنت واقف تعالجه سواء تسوي له عملية أو تسوي له مثلا كدكتور أسنان تقلع له سن أو تحشي له تمام شنو اللي أريد أقصده إذا أكو تواصل مباشر وهي المريض ما نسميه طب نسميه كلينيكل كلينيكل إذا أكو تواصل مباشر وهي المريض يعني قصد تواصل مباشرة يعني جاي تسوي له عملية أو جاي تفحصها مباشرة أو جاي شون تقلع له السن أو تحشيلها كل يسمونه كلينيكل يعني هذا سريري كلمة كلينيكل سريري يعني عندما يكون تواصل مباشر بين الطبيب والمريض زين كلمة ميديكل شنو كلمة ميديكل يعني حتى اللي خلقكم اللي بالمستشفى اللي ما يعالج المريض هم يقول عليه ميديكل اللي هو كلمة ميديكل يعني شكوشي متعلق بصحة المريض بس بدون اتصال مباشر يعني الوقاف اللي يواقف على العيادة هذا ميديكل يعني الشخص ميديكل الطبيب لمن أو العفو الصيدراني لمن ينطي علاج للمريض مع العلم هو مشخصة ولكن ينطي علاج وهذا ايضا ميديكال فكلمة ميديكال يعني العلاج اهتمام بصحة الانسان بدون تواصل مباشر مع المريض يعني بدون ما تصول عملية او او تحشيله او تشهده تقويم او غير الشارات فالفرق بين ميديكال و كلينيكال انه الكلينيكال اكو تواصل مباشر مع المريض فهناش قال لي الدكتور الدكتور قال لي اكو مرات ميديكال انبدلها بكلمة كلينيكال اش وقت اقول لك افضى جوب اذا كان العمل اكو اتصال قريب مع المشاكل مال منه مال مريض اين هو اسبيتر بالمستشفى جاك سؤال قال لي اذا كان شغل الطبيب باتصال مباشر مع المشاكل المريض خاصة بالمستشفى يعني اذا المريض اذا الطبيب مباشرة جاي يشتغل عن المريض يعني جاي يعالج من حيث نطيع علاج ابره او جاي يسوي العملية فهذا يسمونه كلينيكال اللي هو يكون اتصال مباشر مع مشاكل المريض خاصة بالمستشفى اش وقت ابدل ميديكال بكلمة كلينيكال اذا كان الاتصال مباشر مع المريض او يجيك صح وخطأ عندما يكون التواصل مباشرة مع مشاكل المريض قوله تروح نكمل هسه احنا اخذ المودلينج شينه المودلينج المودلينج يعني المبادئ الفيزيائية المتعلقة بالوظائف الجسمية شينه مبادئ فيزيائية متعلقة بالوظائف الجسمية يعني انا ياكم راح نعرف العين شون تشتغل انا قبل قبل انا ياكم شينه ما نعرف يعني واحد يجي يشرح لي على العين ما اعرف اش يجي يقول لي يجي يقول لي تعرف الكاميرا راح اقول لي ايه الكاميرا راح يجي يشرح لي عليها باعتبار هي المجسم مبسط راح قولك الكاميرا بها زجاجة خارجية تستقطب الضوء وهذا الضوء ينتقل بواسطة عدة مرايا ينعكس المرايا ها يتكثف الضوء تمام ورا ما يتكثف الضوء وان ينتقل ينتقل الى حساس هذا الحساس يستقبل الضوء وهذا الاستقبال ما الضوء وان ينقله ينقله الى شاشة اللي هي يعرضه على شكل بكسلات وهالبكسلات تنتقل بشكل معلومات الى المعالج وهذا المعالج راح ينقلها بشكل صورة تعرض على شاشة الجهاز هاي شرح لي عن الكاميرا يقول لك هذا الكلام فهمته نفسه راح يطبق العين فجاي يجي قارب للكاميرا بالعين طبعا انا اقول لكم العين اضبط وشغلها اعقد ولكن مبدأ العمل واحد فكلمة موديلينج يعني جاي يشرح لي عن نموذج مبسط حتى يفهمني دراسة صعبة اعطيكم نموذج ثاني انت بالصيف خنذكركم بالحر انت بالصيف ولازم لك صندة او ابوك الوالد الله يحفظ ان شاء الله والله يرحم ان كان ميت لازم له صندة ويرش يرش مي هاي الصندة اش ينتقل بيها ينتقل بيها المي يدفق بيها المي راح اجي اقول لك انا اجي انطيك معلومة انت ما تعرف طبعا يعني انت انسان بعيد عن الدراسة او حتى تكون انسان صغير بالعمر ما واصل مرحل الدراسة معين راح اجي اقول لك الدم يجرب جسمك مثل ما المي يجرب الصندة تمام راح انت تفهم جزء معين من عملية ضخ الدم بالجسم انه راح تعرف اكو صندات بالجسم تنقل الدم انا قربت لك النموذج بس فهذا الضرب ما المثال لما اضرب لك المثال بالواقع عند مبدأ عمل انسان هذا يسمونه نمذجة كلمة نمذجة يعني طرح نموذج مقارب طرح نموذج مقارب لما اجي اقول لك انت مبدأ عمل قلبك نفس المضخمة البنزين الموجودة بالسيارة او اقول لك عينك نفس الكاميرا تمام او اقول لك الكبد مالك هو تصفية فرح تفهم انت انت ما عرفت كبد شون شكله ولا عرفت شون يعمل ولكن عرفت انه هو صفي نفس ما تصفي صفي فهذا طرح نموذج مبساط من اجل فهم فكرة كبيرة طرح نموذج مبساط من اجل فهم فكرة كبيرة ماذا يسمونه ؟ يسمونه المودلينج المودلينج تمام يعني النمذجة هسا راح نقرأ كأنه احنا فاهمين المالذة بشيء كامل فهمنا الفكرة ايضا الماثماتيكال ديسكريبشن ماثماتيكال رياضي ديسكريبشن اوصاف فيقولي الاوصاف الرياضية of some physical situation لبعض الحالات الفيزيائية are two complex معقدة جدا to permit solution لإيجاد حلول if you if you tore a small core هاي يعني شغلة صراحة دوق يعني جاي يقولك جاي يقولك انه الرياضيات صعبة تفسر لك بعض الحالات شنو قصده يحقوا كل واحد بيكون اذا يما ورقة ورقة صغيرة يشغ منها ركن طبعا انا راح اضحب ورقة ايضا واشغ لكم ركن اسمعوا صوت الشق شقيت ورقة الف دولار طبعا شقيتها من ركن ما راح اسوي الورقة الفعوها وذبوها ش تتوقعون بالله ورقة ش يصر بها الطير تنقل وبتمن لا راح تقع على القاع شقايل لي قايل لي اذا هاي الورقة وقعت على القاع اريدك تفسر ليها رياضيا اقول لي الرياضيات ما راح تقول لك الورقة من راح توقع ولا على اي وجه توقع ولا اج كم قلبة تنقلب حتى توقع الرياضات راح تقول لك فقط الطول ما المسار ما لها فقط شنو اللي اقصده اللي اقصده انه من الصعوبة من الصعوبة وصف الحالات الفيزيائية بأوصاف رياضية انه من الصعوبة هذا لا تحتاج الرياضات ليت لا تكون الرياضي يقولي ان الورقة تقع على القاع الرياضات تقول لي الطاقل اللي وقعت بها الورقة طاقل طاقل عمود الهواء واشقل سمك الورقة فالرياضات لن تفهمني بالفيزيائة هذه المعلومة الدكتور ذاكية طبعا هذه المعلومات الطالبين بها انه انتركز عليها ولكن انا راح افهمكم الفكرة تمام زيان راح نفهم انه الورقة لماذا تقع الورقة؟ مزاجها هي ضايجة من فصله لو هي وقعت لانه اكيد الجواب اكو جاذبية اذا الورقة من الطبيعة لما ننهذه توقع لماذا؟ لانه اكو جاذبية تجذبها للارض انتو جيبوها الورقة الالف دولار لان قصيتها انتو قصوا ربع او الف حسب اللي تقدرون عليه ووقعوها علقاء تمام؟ فراح تقع الورقة علقاء اش قايل لي؟ قايل لي هذا المسار مع الورقة يوصفون الفيزيائيين الرياضيات خليها على الجهة فالفيزيائيين راح يوصفون مسار الورقة لما توقع بانه اكو قوة جاذبية تجذب الاجسام نحو مركز الارض هذه المعلومات نعرفها انا ياقب طبعا الدكتور كاتبة بشكل معلومات كثيرة ولكن انا ياقب نعرفها فكلها معلومات اكيد الورقة المنذبة راح تقع على ال�だから بس اقولكم معلومة وحدة ترى الفيزيائيو مو سحر الفيزيائي علم فى الورقة من اهدها تقولي الورقة السلام ستقع على القاع زينا برأيكم تقولي الورقة كل مرة تنقلب وحطيتها مثلاً الورقة هاي مال ألف دولار من فوق مكتوب ألف دولار ومن جو محطوط عليها علامة مش شايف انت من هديتها راح تقع على علامة الشايف لو على ألف دولار يعني تقع على بطنها لو على ظهرها الفيزياء ما تقول لك هيج يعني الفيزياء ما عادة هيج وصف الفيزياء راح تقولك تقعه بس أما الورقة هون تقع على أي وجه تقع هاي ما توصفها الفيزياء الفيزياء توصف اتجاه الورقة فقط اتجاه حركتها لأنه مبدئ الفيزياء يقول لك أكو جذب بين مركز الأرض وأي جسم أو أي كتلة عليه اللي ردي وصلكم إياه اللي هو شرحة شبير هذا كله جاي نختصر احنا كلها شرحة اللي جاي نحكي انا جاي قلكم إياه انه هاي الورقة لما ننتهدها راح تقع على القاع الفيزياء شنو ممكن تسويه توصف مسار الورقة ولكن لا توصف الورقة راح تمر من تغيرات هل تنقليب؟ زين برأيك إذا انت هسا خليت الورقة وهديتها برأيك راح تقع قدامك لو تقع يمي الباب لو تقع على السطح ما تقدر تتنبئ إذا أكو هوى عالي فممكن ياخذها بعيد إذا ما اكو هوى فممكن تقع مباشرة في المكان اللي انت هديتها بي فهاي الشغلات كاتبها الدكتور وأنا حاولت أوصلكم إياها من حلال التضحية بألف دولار ماتي وإن شاء الله تعوضوني أنتوا بالمحبة فالفلوس تذهب ولكن المحبة تبقى جذب يدي فلوسي نكمل ماذا أخذكم وإنما وصلت الفكرة فهذا اللي حتشيناه كله هذا المكتوب طبعا هو ما لأهمية شي بيه راح نقرأ ونرجع نفهم إذا أكل زيادة وأقولكم شون المطلوب بي تمام تمام فاش قال لي قال لي إذا أنت شقيت طرف ما الورقة صغير نفرض ألف دولار أو في البيبر ما الورقة اندليت وتركتها تسقط تودع فلاور على الأرضية حسب أرضية البيت مثل إحنا أرضيتنا ذهب شوف بيتكم شون أرضيته فيقول لك خليها تقع على الأرضية ش راح يصير بالورقة تود سوف تمر خلال العديد العديد من شنو سوف تمر بالعديد من الدورات المختلفة يعني الورقة راح تتقلب الورقة مو ذبتها على بطنها تقع على بطنها راح تتقلب بالجو فيقول لي سوف تمر بالعديد من الدورات يعني نقول شون نقول التقلبات المختلفة في فيريوس مختلف جريشن هي تقلبات أو دورات يعني الورقة راح تتتلف بالجو قبل لا تقع تمام تمام إتزباث مسارها ودبي سوف ديتمراين يحدد بايدلاوب واسطة قانون فيزيائي مسار الورقة منو يحدده يحددون الفيزياء انو راح تقع لقاء ولكن تود بي من على الغالب من المستحيل أن نكتب معادلة تصف مسار الورقة شنو قصده راح اقول لك شنو قصده هاي الالف دولار فوقعت الالف دولار على الاردي تقول لك يجو فقط ما تقول لك الورقة ستتقع هنا ما تقول لك راح تتشاكل ما راح تقول لك راح تطير بعيد ما تقدر الفيزياء توصف هذا الشي ما راح تقول لك الورقة كم مرة تنقلب حتى توصل للجاع ما competitive قد الزمن اللي تريده حتى توصل اللي قاع الفيزة فقط تقول لك انه راح تقع فيقول لك من المستحيل كتابة معادلة توصف حركة الورقة طبعا هذي الكلام حد الان ما تطقي ولا يحتاج حتى نركز عليه يعني ما راح يجي سؤال من هذا الشي هذا جاي يضرب لك مثال حتى يوضح الحالة يقول لك انه شنو الممكن يجي يجي صح وخطر شنو هو يقول لك ما الذي يحدد مسار الورقة يحدد قوانين الفيزياء هل ممكن نكتب علاقة تبين للورقة كم مرة راح تلقف بالجو لا من المستحيل وصف علاقة من المستحيل كتابة علاقة توصف مسار الورقة مسارها من حيث التقلبات اللي تمر بيها فالمفيد فقط هاي هاي السطرة المفيدات يجي عن شكل ساعة خطر يقول لك ما الذي يوصف مسار الورقة يقول له يتم تحديده بواسطة قانون فيزيائي زين هل يمكن كتابة معادلة تصف مسارها قل له من الغير ممكن impossible هاي تجي صح الخطأ او فراغ او اختيار طبعا باقي الكنان فما يحتاج الركز عليه الفيزيكس الفيزيائيين الفيزيائيين يعني العلماء او حتى الدارسين اي واحد بالفيزياء سوف يتفقون سوف يتفقون ذات على ان قوة الجاذبية سوف تسبب جاي سبب على الورقة الف دولار سوف تسبب في ان الورقة تتجه باتجاه عام اللي هو شنو نحو الارض او ذفلوه بشرط واحد انا هديت الف دولار وهي رح تقع القاع شرط واحد ان الالف دولار تصل للقاع اذا لم يكن هناك رياح تأخذها بعيدا برأيكم اذاك هو هو عالي بالجو وانت ذبيت ورقة اش رح تصير الورقة رح تطير بالهوة فيقول لك الفيزيائيون يتفقون على ان الورقة تسقط على الارض بشرط ما لم تكن عوامل خارجية مؤثرة عليها شنو الشرط اخي فارج شنو الشرط اذا القوة الاخرى لم تؤثر بيها ما لم تؤثر بيها قوة خارجية مثال شنو قوة خارجية مثالها air current تيارات الرياح under static الكترستي والكهربائية الساكنة ود افكت اتباث يمكن ان تؤثر على مسار الورقة ملخص الكام كليته جيب لك ورقة توقع على القاع الفيزيائيون رح يقول لك الورقة توقع على القاع بشرط انه ما اكو رياح او قوة خارجية تؤثر بيها تمام شنو الاسئلة ممكن يجي يقول لك ماذا يمكن ان يوصف مسار الورقة قل القوة الجاذبية اين تسقط تسقط على الارض شنو الشرط ما لم تؤثر بيها قوة خارجية فيجيبك يقول لك تسقط على الارض فراغ يقول لك ما لم تؤثر بيها قوة خارجية يقول لك نطين المثال على القوة الخارجية يتأثر بمسار الورقة يقول لك تيارات الرياح او نقدر نقول الكهربائية الساكنة جيك سؤال ما الذي يؤثر بمسار الورقة نقول الكهربائية الساكنة أو تيارات الرياح وباقي الكلام مهم نكمل الكلام قال لي الفيزيائيين في بعض الأحيان يدرسون ويفكرون باي الأنالوجي شنو قصده يقول لك الفيزيائيين يدرسوننا أو هم يفكرون بمبدأ اسمه التناظر اللي هو شنو الأنالوجي شنو التناظر يعني الفيزيائي لما يجي يدرسك مبدأ معين ما يجي درسك المبدأ مباشرة ينطيك إياه لا يجي ينطيك شنو يضرب لك مثل وحتى لمن هو يريد يدرس هم يضرب مثل فإذا جي قال لي شنو الفيزيائيون يدرسون أو يفكرون يقول له بواسط مبدأ اسمه التناظر اللي هو الأنالوجي التقابل أو التناظر أو التشبيه تمام إذا جي أقول لي الفيزيائيين شنو يدرسون المبدأ أو شنو يفكرون بمبدأ اسمه الأنالوجي اللي هو التناظر شنو تعريف الأنالوجي اللي هو التناظر أو التشابه يعني يضرب لك مثل يقول لي مقارنة أستغفر الله همين هاي بالمقلوب طبعا هنا أنا رازم يبدأ من هنا هاي النقطة الأولى هاي النقطة الثانية هاي الثالث طبعا ما عرف شنو الخلال اللي صار بالمازمة واللي هو يدوخ مجرد إنه ما دوحده يدوخ وإنه بقى خلال فاش قايل لي قايل لي على سبيل المثال طيني مثال على التشبيه في العديد من الحالات العين يتم تشبيهها يتم تشبيهها يشبهونها بشنو يشبهونها بالكاميرا إذا جاب لي السؤال قايل لي العين بماذا تشبه بلها بالكاميرا هاي الكاميرا تجي فراغ أو اختيارها ساخطة فالعين تشبهها بالكاميرا بينقوسين شون يشبهونها بالكاميرا يقول لي يقارنون الشبكية اللي هي شنو الشبكية حساس الضوء مع العين شنو قصد يقارن الشبكية الشبكية هي جمع الضوء اللي يسقط على العين وتودي على القرانية والقرانية اللي تعرض عليه الجزء العصبية ومن ثم ينتقل الصورة للدماء تمام؟ فيقول لك يشابهون العين بالكاميرا لأن ثيناتهم لهم نفس الحساس مع الضوء اللي هو بالعين يسمونه شبكية تمام؟ فاش قايل لي؟ قايل لي حساس الضوء مع العين light detector of eye دي دكتور حساس أو كشاف light الضوء أو في الآي مع العين فكشاف الضوء مع العين شنو إذا جاب لي فراغ أقول للرتنة وإذا قال للرتنة شنو أقول له كشاف الضوء مع العين إذا قال للعين بشنو يقارنونها أقول للكاميرا هاي كمثال مثال ثاني على التناظر أو التشابه بعض التناظر are often غالبا يستخدم من أجل مساعدة أو العفو يساعدنا حتى نوضح بعض المفاهيم الفيزيائية هيك ترجمة physics فيزيائي aspect مفاهيم explain يوضح help يساعد use يستخدم إذا جاء وقال لك لماذا نستخدم التناظر أو التشبيه هذا الجواب مالة جدا مهم أو جاب لك اختيار قال لك يستخدم التشبيه لغرض قل لي من أجل فهم المبادئ الفيزيائية مال منه مبادئ الفيزيائية مال جسام أو the body تمام تمام رح ورما أكمل هاي سلايد رح أراجع لكم يا طبعا بلغو زايد ومريدة فرح أراجع لكم الشيء مهم فقط ملاحظة analogies التناظر باستخدام النمذجة are never perfect ليس مثالي هو فقير شو يقصد بي يعني يقول لي أنت من جاي تشوف جاي تقارن لي عين بشرية بكاميرا فأنت مقارنتك غير دقيقة مو مثالية بين قوسين مقارنة فقيرة شنو قصدها فقيرة مو فقيرة معدها فلوس لا فقيرة يعني تفتقر إلى عوامل التشابه فالعين ما تشبه الكاميرا لا بالحجم لا بالشكل لا بالتركيب العين أنسجة حية الكاميرا مواد مية غير حية قابلة للتدوير العين تشتغل دلقائيا الكاميرا اللي أحد يشقلها الكاميرا ما تشتغل مدى الحياة فأنت من تجي تقارن الكاميرا بعين هو كمبدأ عمل صحيح ولكن مقارنتك فقيرة ومو مثالية هاي ملاحظة ذاكرها الدكتور تجي صح وخطأ ملخص المنزل ملخص السلاد جيب لك ورقة شكهة وقعها على القاء تمام وراح تقع الورقة على القاء يقول لك من الذي يحدد مسار الورقة يقول لك مبادئ عوامل الفيزيائية القوانين الفيزيائية هي التي تحدد مسار الورقة زين هل يمكن وصف مسار الورقة بالتحديد بشكل معادلة يعني يقولك الورقة رح تنقلب بها اللحظة والورقة رح تنقلب على وجهها وعلى بطنها وعلى ظهرها لا هذه النقطة تجي صح وخطأ من المستحيل وصف مسار الورقة بشكل معادلة ثابتة يعني ما أقول لك كل ورقة تشقها رح تقع على بطنها وعلى ظهرها لا كل وحدة لها عوامل يتأثر بها زين من اللي يأثر على الورقة يجي فراق أو اختيار قوة الجاذبية أين تسقط الورقة على الأرض ما لم تؤثر فيها قوة خارجية مثال شنو قوة خارجية تيارات الرياح أو الكهربائية الساكنة زين يقلك شنو الأنالوجي يقلك هو مبدأ يشابهون بالإنسان بشغلات بسيطة حتى يسهل الفهم فيقلك مثال اضرب لي مثال على الأنالوجي يقلك يشابهون العين بالكاميرا أو يجيبك فراغ يقلك نشابه فراغ بفراغ يقول العين بالكاميرا الشون يشابهون العين بالكاميرا كلهما يمتلك حساس ضوء إسم الرتنة يقارنون إذا قال لك شنو الشبكية قل له هو حساس الضوء والعين إذا قال لك من هو حساس الضوء والعين قل له الشبكية يجي اختيار أوصح خطأ أو فراء لماذا نستخدم التشبيه أو المقارنة أو التناظع قل له من أجل فهم المبادئ الفيزيائية المعقدة أو من أجل توضيح المبادئ الفيزيائية المعقدة مع الجسم ملاحظة تجي صح وخطأ أنه هاي المبادئ أو التشبيه تكون فقيرة ليش فقيرة لأنه ما تكون مثالية not perfect it is poor انكمل قال لي بعض النماذج تتضمن physical phenomena phenomena يعني ظواهر physical physiology ظواهر فيزيائية that appear بعض النماذج ستتضمن ظواهر فيزيائية التي تظهر to be completely related التي تكون مرتبطة تماما أو قد تكون غير مرتبطة to the subject being studied لدراستهم شنو قذب هذا السطر وشنو اللي يجي بي قايل لك بعض النماذج الفيزيائية تشرح لك ظواهر بعض النماذج اللي تستخدمها تشرح لك ظواهر فيزيائية مرات قد تكون مرتبطة بالكلام ومرات تكون غير مرتبطة شنو قذبه احنا مرات لما نحكي احنا كبشر بناتنا اكو بين بشر يضرب مثال واقعي مرتبط بالواقع اللي جاي يحكي بي او بالكلام او بالسياقة اكو بيهم لا يضرب مثال بعيد فنقول انت وانسرحت فانت لما تجي تضرب نموذج على مبدأ فيزيائي قد يكون النموذج مالك مرتبط بهذا المبدأ او قد يكون غير مرتبط ما متعلق به يعني انت ضربت لمثال مو يمل الموضوع فرد نوع اني انجبته ما ادري من جيبك من شيسك من بطنك تمام فهيجي انذنة يقول لك بعض النماذج الفيزيائية قد تكون فراغ او فراغ تقول له متعلقة او غير متعلقة بالموضوع الذي تتم دراسته يعني احنا جاء نحن نقول بسالفة وجه واحد وشوفه مثل ما يمن سالفة فرد نوم فهذا مو يمنى فرد نوم فقد يكون النموذج اللي انت جاءت طرحها مو متعلق اصلا بالدراسة او قد يكون متعلق يقول لك على سبيل المثال ننطيك مثال حتى نوضح الفكرة على سبيل المثال النموذج اللي يشابهون بتدفق الدم flow تدفق اللي هو تدم يشابهون تدفق الدم بشنو اقول لك represent يشابهون تدفق الدم يظهر بواسطة flow of electricity تدفق الكهرباء كهرباء شون جاءت تدفق جاء يجري التيار من الجزء الموجب الى الطرف السالب من الجهاز الذي يتم تشغيله فجاءت تدفق الكهرباء من نقطة الى نقطة فجاء يشابهون يشابهون تدفق الدم بتدفق الكهرباء هذا النموذج وين يستخدمونه is often used غالبا ما يتم استخدامه في دراسة البودي شنو سيستم انظمة الجسم وبعد وين يستخدمونه يستخدمونه بالكاردو فيسكلر سيستم الجهاز القلب الوعاي طبعا راح اقولكم سالفة يجوز راح تدوقكم هاي كلمة هاي هنا موقعها هاي الكلمة هنا موقعه هنا تنحط مقطة بس طبعا هاي صالفة حير الدواء اخمار كل شوية يحاولينها كلمة والواحد يريد يفهم المادة الوريد يحاول الكلمات فاحنا نحاول نرتب هالكلمة تشزوها مننا امدوا واحد يفهم زيان تشزوها مننا وخلوها هنا هنا اجزا قال لي قال لي تدفق الدم الشوان يمثلون يعني يمثلون بتدفق الكهرباء زين هاي ليش يستخدم يستخدم من اجل دراسة الدورة الدموية اللي هي circulatory system وايضا شنو ودراسة الجهاز القلب الوعاي يعني احنا ندرس لما نيجو واحد يشرح لك عن الدورة الدموية او يشرح لك عن الجهاز القلب الوعاي شنو يقصد قلبي وعاي يعني يشرح لك عن القلب والاوعية الدموية الطالعة والطابة بي هذا يسمونه جهاز قلبي وعاي اللي هو كارديو قلب باللاتين سواء كان شريان او وريد system نظام او جهاز فيقول لك هذا اللي يشرح لك تدفق الدم بشكل تدفق كهرباء هذا يوضح لك عمل الجهاز القلبي الوعاي والدورة الدموية شنو يتم فاذا جي قال اللي عندما يتم شرح التدفق الدم بشكل تدفق كهرباء اين يستخدم يستخدم في دراسة الدورة الدموية والجهاز القلبي الوعاي او حتى مرات شي شابهون مرات يشابهون تدفق الكهرباء بتدفق الماء في الانابيب يقول لك تدفق الكهرباء is represent يتم يعني شون يظهر بشكل تدفق الماء في الانابيب اني مبدو قلت لكم لما واحد لازم له صوندي ويرش رش بيه احنا ش رح نسوي رح نشابه تدفق الدم بمثل الماء الذي يجري في هذه الانابيب فهو هنا قل لك احنا نشابه الدم نشابه تدفق الدم بتدفق الكهرباء ونشابه تدفق الكهرباء بتدفق الماء في الانابيب افلاوي يعني تدفق water and the pipe يعني بالانابيب فاحنا ش نسوي شابه تدفق الماء بتدفق الكهرباء بتدفق الماء شون يجي اختيار أو صح خطأ يقولك شابه تدفق الكهرباء بتدفق الماء في الأنابي بتقوله صح أو يجيك هذا وأنت تكتب هذا يعني يجيك تدفق الكهرباء بشنه يشابه يشابه بتدفق الماء وهكذا هذا هيت تزو حطه لي ألف ألف خطأ أقفوه معكم على قبيل سؤال أنت فاهم شنو ظاهرة الكهرباء وذا ما فاهمها ما العلاق يعني ظاهرة الكهرباء يقولك هل تعرف شنو جيرا تدفق التيار أي التيار يدفق من الجزء الموجب للجزء السعر فهذا السؤال غير مطالب ينبيه وهو يقولك كيف يتم تدفق ظاهرة الكهربائية من ما فاهم ظاهرة الكهربائية يعني هو خموة بلوتوث هي كهربا جاء تطلع بالسلك من النقطة تطلع للجهاز اللي يتم تشغيله وهذا السؤال يعني استثار وليس السؤال يجيب الامتحان كمل مثال آخر مثال آخر عن شنو عن 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 أمثلة عن نماذج جمال مرتبطة احنا قلنا شرحنا انه اكو ارتباط بين تدفق الدم وتدفق الكهرباء فهذا مرتبط شي بشي اثنين تدفق هس رح يقول لك اكو مرات يضرب لك نموذج ما الى علاقة اللي هو مثال شنو يقول لك مثال نموذج غير متعلق بالدراسة العلاقة بين القوة والكتلة وبعد والتعجيل يعني التعجيل تكتب العلاقة بالشكل الآتي شون يجيني سؤال عن هذا الصدر يقول لك ما هي العلاقة بين القوة والكتلة والتعجيل انت تكتب له هذا القوة تساوي الكتلة في التعجيل القوة ماذا تساوي الكتلة في التعجيل هذا ش يسمونه وهذا جدا مهم يسمونه قانون نيوتن الثاني ناو يعرف اس على انه نيوتن سيكند لاو سيكند يعني الثاني لاو قانون قانون نيوتن الثاني هاي مهم جدا هاي مهم انت Cavs علاقة بين القوة. إذا Angor سيظل كنت تساوي الكتلة في التعجيل هاي tones avy النيوتن الثاني تكتب له هذا اللي هو اف سو ام اي اف سو ام اي شن هو بلا هو قانون النيوتن الثاني نكمل نكمل اصف على القطاة طبعا قطعت التصوير رجعت فراح نكمل اه سلايد تتعة هناش قايل لي طبعا قايل بهذا السلايد انه اكو علاقة ثانية القانون النيوتن الثاني احنا قلنا قانون النيوتن الثاني شن هو اف القوة تساوي الكتلة في التعجيل هذا الصيغة الرياضية مع القانون النيوتن الثاني اكو صيغة ثانية رياضية وصف ثاني للقانون فراح نعرف ونعرف شن يجعلي اسئلة وشنو هو أصلا فاش قال لي قال لي there are يوجد other يعني شكل آخر mathematical expression تعبير mathematical رياضي يعني أكو تعبير رياضي آخر المين of this law يعني قزلك آنوني نيوتين الثاني شبيه هذا التعبير يقول لي ذات والذي ربما لك يكون quite different مختلف قليلا quite قليلا different مختلف فهذا ربما يكون مختلف في الصيغة الثانية مع القانون نيوتين كنا إلى صيغتين فعد قد تكون هناك شو نقول الصيغة الثانية رياضية القانون نيوتين شنو الصيغة الثانية الصيغة الثانية F تساوي delta mv على delta t شنو قصده قصده أن القوة شو تساوي تساوي فرق الكتلة في التعجيل على المعدل الزمني هذا القانون يستخدمونه عندما تتغير الكتلة يعني انطاني كتلة فاد معينة وتغيرت إلى كتلة ثانية أكبر أو أصغر فرح يصير تغير بالكتلة على تغير على المعدل الزمني اللي تغيرت به هذا شون يجيب علي سؤال إذا قال انطينا الصيغة الثانية مع القانون نيوتين الثاني شو أقول لي أقول لي الصيغة الثانية القوة تساوي فرق الكتلة على المعدل الزمني تمام قلنا شون رح يجي السؤال إنه يقول لي انطيني الوصف الرياضي الثاني لقانون نيوتين قل لي القوة تساوي فرق الكتلة على المعدل الزمني زين رح يقول لك شنو يقول لك بنفس الوقت ال V ال V هي شنو ال V هي السرعة أو التعجيل تمام ال V is the velocity السرعة أو التعجيل التي شنو التي هو الزمن الدلتا شنو يقول لك الدلتا تشير إلى small change of quantity شنو هاي quantity كمية change تغير small صغير فالدلتا تشير إلى التغير الذي يحصل في الكمية أكيد الدلتا إلى شنو تشير أي دلتا موجودة بأي قانون يعني أكو تغير بالكمية فهنا قال إذا جاب لي السؤال قال لل V بهذا القانون شنو تعني قل له تعني السرعة ال V is the velocity تيجع على شكل فرق أو اختيار أو صحة خطأ يقول لي التي شنو تعني أقول لها time يجيني اختيارات يقول لي التي تعني شنو أقول لها تعني التايم الدلتا إلى ماذا تشير التغير بالزمن التغير بحجم لو تغير بالشنو الدلتا تشير إلى التغير بالكمية quantity كمية change تغير small يعني صغير فالدلتا تشير إلى التغير الحاصل بالكمية نكمل بعض الأمثلة أن انجينير المهندس هو الذي يريد control التحكم some quantity ببعض الكميات ذات change الذي تتغير بمرور الزمن with time بمرور الزمن will take a sample of what is being produced and use this sample as a single to control the production to some described level ما لا علاقة بهذا الشيء راح أقول لكم شنو أكو كميات كميات بجسمنا تتغير بانتظام يعني يعني هي كانت خمسة وزادت اثنين والظل زود اثنين 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 كل ساعة فهذا لما يجي الشخص بالمجال الطبي يقيس هاي الكمية قبل أفرازها يجوز يلقاها سبعة ورشوية يقيس يلقاها تسعة فهو يعرف انه هاي الكمية جاز زود بانتظام شون فؤادة هذه المعرفة ما دام هي جاز زود بانتظام سبعة تسعة اهدعاش تلتعاش يعني اثنين اثنين جاز زود اذن هاي الكمية ثابتة يعني يعني شون نقولكم ثابتة يعني هذا شي طبيعي انه الكمية هاي خلنفرض في انزين كان تركيز خمسة هو ينفرز كل ساعة فصار سبعة صار تسعة هذا شي منتظام فمن خلال هذا القانون المانيونة الثاني اللي هو تغير بالكمية على الزمن عرف انه هذا تغير ثابت بالجسم افراز تام زين بينما اذا تغيرت الكمية من خمسة الى عشرة الى ثلاثين ما اكو شي ثابت خمسة طفرة على عشرة عشرة ثلاثين فراح يعرف انه هذا التغير غير ثابت هذو مثال دا وضح لكم اللي حتي اما الكلام فهو ما مطلب حلم مهم مجرد اضرب لك مثال توضيحي قال لك وين نستخدم هذا القانون نستخدم في قياس كميات المتغيرة فعندما يجي شخص معين يريد يقياس كمية تغير رح ياخذ معدل زيادة شنو معدل زيادة الخمسة جقل زادت زادت اثنين والسبع عن التسعة رح اشوفكم خمسة جقل زادت عن السبعة اثنين والسبع عن التسعة اثنين والتسعة عن الهدع اثنين والهدع عشر عن تلطة اثنين فشوفوا معدل الزيادة ثابت مدام معدل الزيادة ثابت فهذه الزيادة ما رح تأثر يعني هذا الشي منتظم كمية جاء تتغير بانتظام بينما لو يجي ويقيس كمية الزيادة يلقاها هنا خمسة وهنا عشرين فهي موش ثابت خمسة وعشرين كمية زيادة غير ثابتة فما يقدر يقيس التغير بالكمية يعني الفكرة ما بيها انه هذا القانون يستخدمون للقياس الكميات المتغيرة بالجسم بمرور الزمن مثل انزيم ينفرز كل ساعة او هرمون يتحفز او بروتين ينتج او شي فحتى يقيس وما يتأثر هاي القياس بالعوامل الصحية الثانية فقط هاي التوضيح شنو المطلوب مني اقرأ هذا يعني من هذا البرغراف طبعا هالبرغراف لو يعني لو انه نقول شنو المهم بي فراح ما اعتقد انه شي مهم يجعل سؤال او صح خطأ حتى ولكن هنا هذا السطر مهم فقط اللي هو اين يستخدم قانون نيوتر الثاني رح يقول لك هذا القانون F يساوي دلتا M V على دلتا T اين يستخدم قل لي يستخدم لقياس او للتحكم بالكميات التي تتغير بمرور الزمن فقط هذا الشي المهم من هذا السطر فقط من باقي السطر طلر علي ولكن ما لأهم هنا قال لي يستخدم للتحكم بالقيم التي تتغير بمرور الزمن شلون رح يتحكم بها رح ياخذ معدل التغير ويظل يزيد بيع العين حتى يتحكم بالانتاج مال بالمستويات مال هذه الزيادة يعني قز هذه خمسة زادت تسعة زادت هدعش رح يعرف انه معدل زيادة ثنين فاذا يجي بعد ساعة يقرأ رح يلقاها 13 فشي طبيعي انه جايز يزيد اثنين اثنين اوكي ففقط الشي المهم انه هذا سطر يقول لي اين يستخدم وكيف يستخدم يستخدم للتحكم بالكميات التي تتغير بمرور الزمن يستخدم للتحكم بالكميات التي تتغير بمرور الزمن سلايد عشرة سلايد عشرة ردود الفعل السلبية او التوازنية نكتب سلبي بالانس توازن فيدباك ردة فعل اي ان الجسم له ردود فعل ذاتية لما انا يزيد عندي هرمون او ينقص او مثلا صار عندي حالة افراز معينة هذه ناتجة من ردود فعل من قبل الجسم يعني انا مثلا اذا اكل الطعام الجسم يهضم هذا الطعام فردود الفعل هي الاستجابة للعوامل الخارجية رح يحجى عليها تمام يقول لك اتز هي كمون شائعة ان ذا بدي بالجسم فور اكزامبل على سبيل المثال وان امبورتن فاكشن فاكشن يعني وظائف امبورتن مهمة وان يعني احد يقول لأحد الوظائف المهمة off the body ما الجسم is to control اي التحكم التحكم بشنو التحكم بمستويات تخينو اخر هاي عني التحكم بالمستويات ما الكاليسيوم فقال لأحد وظائف الجسم المهمة هو تحكمه بمستويات الكاليسيوم وين مستويات الكاليسيوم in the blood بالدم شون يتحكم بيها يقول لك if the level اذا كان مستوي الكاليسيوم drop يعني نزل too low جدا او نخفض بكمية كبيرة البدي شون ردت الفعل اللي يقوم بها الجسم حتى يتحكم بالكاليسيوم the body الجسم realize رح يحفز او ينتج بعض some كاليسيوم من the bone من العظام ليش يفرز الكاليسيوم للعظام to increase من اجل زيادة level in the blood زيادة مستويات وهو في الدم الاخصيكم اياها الجسم عنده ردود فعل ذاتية يسمونها ردود الفعل السلبية انا عندي هذا جسم الانسان هذا جسم الانسان تمام هاي رجلي و ايدي نفرض انه الكاليسيوم بالجسم انخفض جدا الجسم شنو ردت الفعل يروح على العظام ياخذ منها كاليسيوم العظام ياخذ منها كاليسيوم ش يسوي رح يزيد مستوى الكاليسيوم بالجسم و يرجع الى المستوى الطبيعي هاي احد ردود الفعل السلبية اذا قال لك انطيني مثال عن احد ردود الفعل السلبية اقول عندما ينخفض مستوى الكاليسيوم فان الجسم يلجأ الى انتاجه من العظام يجيبك سؤال الجسم يلجأ الى انتاج الكاليسيوم من شنو العظام او يجيبك صحة خطأ الجسم يلجأ الى انتاج الكاليسيوم من العظلات اقول خطأ من العظام فشون يجيني السؤال اذا قال لك ما هي انطيني واحدة من الوظائف المهمة اللي يقوم به الجسم قل التحكم بمستويات الكاليسيوم هاي نقطة نحفظها اذا احد وظائف الجسم المهمة هو التحكم بقيم او بمستويات الكاليسيوم وين بالدم يجيبك سؤال اذا انخفض مستوى الكاليسيوم بالدم شي سوى الجسم الجسم سوف ينتج الكاليسيوم من العظام يجيك سؤال الجسم يقوم بانتاج الكاليسيوم من العظام قل عندما يخفض مستوى الكاليسيوم في الدم يجيك سؤال ما الغرض من إنتاج كاليسيوم من العظام عنده خفاضه في الدم قل له من أجل زيادة نسبة كاليسيوم يعني حتى رجع كاليسيوم إلى المستوى الطبيعي نكمل If too much كاليسيوم is realized يعني شنو قصده يعني تم إنتاجه كاليسيوم هو كاليسيوم too much يعني الكثير إذا الجسم أنتج كاليسيوم كثير جدا يعني خلنقول الجسم فقد 5% من الكاليسيوم وهو رجع أنتج 25% فأنتج كمية شبيرة فوق اللي يحتاجها هاي الكمية الشبيرة اللي هي خلنقول 20% الباقي رح الجسم يعمل على تصريفها حتى يرجع المستوى منتظم يعني هو خلنقول فقط 5 جرام وأنتج 25 جرام هاي الكمية اللي أنتجها حق شبيرة فوق الحاجة فهاي العشرين اللي هي الزيادة شراح يسوي رح يرجع إلى تصريفها أو التخلص منها فيقول لك إذا الجسم أنتج كاليسيوم كثير شراح يسوي الجسم يخفض مستوى الكاليسيوم شو رح يخفض مستوى الكاليسيوم بواسطة إزالة بايري ماي ريموفينج إزالة سام فاي يقول لك إزالة دحقوا إزالة سام بعضه فاي يعني بواسطة أو بوسيلة بواسطة شنو بواسطة الكدني يجيك سؤالين احفظوه هنا ببالك إذا الكاليسيوم انخفض شون صعده من العظام إذا الكاليسيوم ارتفع إذا الكاليسيوم شبيه ارتفع احفظوها ببالكم إذا الكاليسيوم ارتفع شلون يرجع على المستوى الطبيعي بواسطة إفرازه أو بواسطة إفرازه أو التخلص منه من الكلية سؤالين مهمات إذا الكاليسيوم انخفض شون رجع على المستوى الطبيعي من العظام من العظام انتج الكاليسيوم أما إذا ارتفع حل فأفرزه من الكلية يعني الكلية راح تقوم تفرز الكاليسيوم زين برأيكم يعني أنتو تأكيد ناس تعرفون وفهمين وواعين آني برأيكم آني لما ننزل الكاليسيوم الجسمي أقدر أرجعه يعني أنا أنت أعاز الجسمي يرجع لهو من يما يشتغل الجسم من ذاته يشتغل الجسم من ذاته يشتغل سواء الكاليسيوم ارتفع أو انخفض شنو نريد أنوصله إنو الجسم عنده ردود فعل ذاتية اللي يسمونها شنو يسمونها ردود الفعل السلبية اللي هو إذا انخفض المستوى ما لأي شيء بالجسم هو يساعده وإذا ارتفع ينزله فهاي مو أني أتحكم بيها هاي مو أني أصدر أمر أنو تعالى بطلع الكاليسيوم شوان بقرة ضاحكة لا وإنما الجسم هو من يما ينتج الكاليسيوم تمام بلود سقر يعني شكر سكر الدم مش سكر ربطة بالشكر سكر الدم regulation يتم تنظيمه بواسطة شنو بواسطة الإنسولين فيقولك ما هو الهرمون الذي ينظم نسبة السكر في الدم قل للإنسولين هذا السؤال جدا مهم شنو السؤال يجي يقولك بلود سقر سكر الدم regulation يتم تنظيمه بواسطة شنو كلما ارتفع على الانسولين يعني جاء يرتفع السكر في الانسولين لما ينفرز الهرمون هذا يؤدي الى ثباتية نسبة سكر في الدم اما يخفضها او يزيدها حسب حاجة الجسم انكمل اش قال لي various يعني مختلف disease امراض have been found يعني وجدت have been found يعني وجدت have been يعني في الماضي يقول لك مختلف الامراض وجدت to be directly related directly يعني مباشرة related مرتبطة ان معظم الامراض وجدت ارتباطها مباشرة ارتباطها بشنو ضحق وهو انترى بشي سؤال مبين يعني ولكن انا وكم راح نقرأ شنو قصدي المرض ليش الجسم يعني ليش اني جاي امرض او اي انسان جاي امرض لان الجسم يفشل في اداء وظائفه فالمرض يتغلب عليه فقال لي اغلب الامراض اللي تم اكتشافها شنو سببها برأيكم شنو سببها الحلويات لا سببها الفشل of this mechanism شون تقول الفشل بآليات الجسم قصده شنو آليات الجسم يعني الجسم ما يتحكم بذاته مرات الجسم لما ينخفض الكاريسيوم ما يصعده ما عنده قدرة على انه يصعده ليش لانه عنده فشل بهاي الميكانيكية كلمة يعني آلية عمل الشيء شنو قصده آلية عمل الشيء طبعا الميكانيزم تجيبكم مواضع لما نقول لي الميكانيزم ما الجسم يعني الجسم ما يقدر ينظم ما يقدر ينظم نفسه تمام نفسه لما نقول لي ميكانيكية المشي يعني الانسان ما جاي يمسعده فالميكانيكية هي آلية القيام بالشيء شنو أجد أفهمكم انه الأمراض اللي جاي صيب الجسم كلها او اغلبها بسبب الفشل بعدم تنظيم مستويات يعني كاريسيوم او سكر بالدم يعني الكاريسيوم جاي يخفضه الجسم ما جاي صعده فشل بهذا الشيء فبالتالي يؤدي الى مرض كهشاشة العظام فيقول لك اغلب الامراض اذا جاب السؤال اغلب الامراض المكتشفة مرتبطة مباشرة بشنو؟ قل له مرتبطة مباشرة بالفشل مع الجسم فشل الجسم بعدم قيامه يعني معالجة الامراض او ما نقول ما يعالج الحالات اللي جاي صير به لما ينخفض الكاريسيوم او يرتفع او لما ينخفض السكر او الضغط الجسم يكشل بمعالجتها طبعا اكم سببات اخرى في تدهور حالة صحية للانسان ولكن يجيني السؤال هذا سطر يذكر لي اوه يقول لي اغلب الامراض ترتبط ارتباطها مباشرة بشنو؟ يقول لي بفشل الجسم بتنظيم ذاته منطيني مثال على سبيل المثال قراءو عندما ينمو الجسم كلما ينمو الجسم اتسل خلاياه كيب انكريزنج تزداد تستمر بزيادة كيب يعني تستمر انكريزنج بزيادة الزيادة بشنو؟ يقول لك تستمر في زيادة في العدد انطل حتى تريتش يصل سن البلوغ حجم لا نترجم حجم البلوغ يعني يصل الجسم المتكامل برأيكم ورما الجسم اني كانسان بديت طفل عمري خمس سنوات ارتفاعي 65 سنتين بلغت وصلت الى عمر 18 او 20 صار ارتفاعي 180 وثبتت على هذا الشي ثبتت ثبتت على شنو؟ على هذا الارتفاع ورما يصير عمري من 20 الى 35 30 اش راح يصير؟ راح يبقى طولي نفسه لا يزيد ولا يقل ولكن من الاربعين وراء الى الموت اش راح يصير؟ يبدي طولي يقل يجوز يصلي المية وخمسة وخمسين او مية وستين شنو اللي اريد نوصل عني لكم او اللي اريد نوصل له انو الانسان لما يجع الدنيا ينمو 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 يكبر وبعدين يستقر وبعدين يصغر فالانسان في هذه الدائرة ينمو ويستقر ويصغر هاي احد الفعاليات الجسمية اللي هو ذاكرها فيقولك الانسان يبقى ينمو حتى ما يصل الى صن البلوغ وبعدها شى صير ومن ثم الجسم يبقى بحالة ثبوت او استقرار في الحجم يعني انا من عمري 20 لحد ما عمري 35 يبقى طولي نفسه ما يتغير ابقى في حالة استغرار under some type يقولك تحت بعض الانواع off feedback من حالات ردود الفعلية بعض الخلايا بحقه هاي مهم هاي منطين يقولك اذا الجسم فشله في بعض دعوة ضعفه يقولك في بعض الحالات الخلايا شبيهة بعض الخلايا لا تستجيب لا تستجيب يعني شنو طبعا هاي الكلمة هنا هاي الكلمة هاي هنا موقع هنا تكتبونها cancer افهمكم السال فبدون ما ان علاقة بها الحاج اللي داي يصير اش قايل لي قايل لي انت مو جاي تنمو النمو هذا ما الخلايا ترى الخلية مو انو مو لها عمل تلقائي يجيها حافز هرموني والخلية تنمو وتتكاثر ويزيد عددها يقولك بعض الخلايا لا تستجيب يجيها الحافز ولكن شنو اترجع اتصده وترجعه ما تستجيب لها الحافز هاي الخلايا اللي ما تستجيب لها الحافز ما اننمو يسمونها خلايا سرطانية ليش؟ لأنها يعني دهقوا يعني ردنا نشبه لكم المثل بامر واقعي احنا كبشر عايشين بمدينة وننمو ونعيش وانتكاثر ضمن قانون اللي ما يستجيب لهذا القانون نفرض اكو شخص هذا شخص هذا انسان وهاد وهاد ما استجيبه ولي القانون هل تجربوا للقانون اما اللون هم احمره ما استجابوا للقانون انه ستعتبرهم نعتبرهم ارهابيين انه ستعتبرهم نعتبرهم ناس مجرمين ليش لن يضررون ذوله كلهم لا يقتلون بالقانون احتمال يقتلون هذا الجسم كله فكذلك بعض الخلايا اللي ما تستجيب للقانون او للإعازم الجسم تتحول الى خلايا سرطانية أجل الله يعافينا ويعافي جميع أمراض السرطانية يبعد عنه هنا يتحول الى خلايا سرطانية سرطانية ماذا شون تنكتب المهم هذه الخلايا شرح يصنون خلايا سرطانية وبالتالي هذه تعتبر احد يعني ردود الفعل السلبية انه ذن الخلايا ما استجابا للجسم كيش تصير استير الخلايا سرطانية هذا اللي شرح هذا المكتوب أرجع قراركم يا نفس ما مكتوب قال لك بعض الحالات ببعض ردود الفعل السلبية اكو خلايا ما تستجيب للتحكم مع الجسم شون تقول ما تستجيب للإعازات ما تتحكم مع الجسم وتصبح أورام تومر يعني أورام يعني شنو أورام يعني كانسر سرطان أجلكم الله يعني الله يعافينا ويعافيكم يعافي جميع الناس من هذا المرض وشافيهم إن شاء الله في الخلايا اللي رح يجيني سؤال الخلايا اللي ما تستجيب للتحكم مع الجسم إيش تصبح تصبح أورام أو سرطان طبعا هنا لحد الآن رح نكفي بهاي المحاضرة طبعا ليس محاضرة محاضرة نكملها لأخير ولكن هذه رح أقسمها جزئين حتى ما يطول الوقت عليكم رح جزئ أول هاي المحاضرة لأول وجزئ الثاني بعده ونتمي إن شاء الله المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته